السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب بكونوا كلكم بخير شباب قولة سنوي ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا وتبقى كلها خير طيب هنتكلم السنة دي على حاجات لذيذة جدا في المنهج وهنعمل كتير وهنشوف تطور كبير جدا بالنسبة للتطور اللي بيحصل قريدي معنا في معنا الهومورك والمتابعة الدورية اللي احنا هنتبقها مع بعض فدايما انا عايزك تكون بتتعلم معايا بطريقة انت ما بتتعلمش بطريقة رخمة ومملة وبتحفظ لا احنا هنحاول نخلي الموضوع على قد ما نقدر يكون كله متعة وان انت تكون مبسوط بي وتكون حابب ان انت تتفرج على الفيديوهات طيب احنا هنبدأ السنة دي مع بعض اول حاجة موجودة عندنا او اول يونت هو بيتكلم على الكامستري وازاي نتحول من فكرة ساينس الكامستري وبيتكلم على الميجورمينتس وبيتكلم على النانو تيكنولوجي طيب قبل ما نبدأ نتكلم على الموضوع ده دايما دايما هسيب لك في الدسكريبشن بتاع الفيديو كل اللينكس اللي انت هتكون محتاجة عشان تتواصل معايا او تتواصل مع الناس اللي موجودة بالاركام باللينك الفيسبوك باللينك الجروب بتاع الفيسبوك بكل حاجة عشان تقدر تتواصل معنا بسهولة حتى لو عندك اسئلة او لو عندك استفسارات او لو حتى محتاج الملزمة نفسها اللي احنا بنشرح منها برضو تقدر تتواصل مع الاركام دي وهما هيوفروا لك كل اللي انت محتاجه طيب عايزين نبدأ نخش مع بعض دلوقتي في فكر جديد او احنا تنقلنا من مرحلة اعدادي لمرحلة سانوي دي مرحلة جديدة ومتطلباتها جديدة زي اي حاجة بتتقال كل مرحلة اللي هي ومتطلبات جديدة احنا دلوقتي بدأنا نجبر شوية فبدأ معنا الموضوع او الكامستري او كل المواد تبدأ تتغير شوية هتبقى اتقل شوية بسيطة بس احنا هنحاول مع بعض نخلي الموضوع بسيط جدا فاتمنى من حضرتك ان انت تساعدني وانا اكيد هساعدك ان احنا نقدر نعلم مع بعض بالليفل طيب يبقى انا اتنقلت دلوقتي من اعدادي لسانوية يا مستري يبقى انا محتاج دلوقتي يكون باعتمد على نفسي ببدأ اكون راجل مسؤول يعني راجل مسؤول يعني انا مبرميش كل حاجة على الناس اللي حوالي لا انا دلوقتي بيتطلب مني واحد اتنين تلاتة لازم اعملهم انت قابل تتفرج على الفيديو لوحدك مفيش رقيب عليك لازم تبدأ تتعامل مع كل حاجة انت مسؤول عنها سانوي ما بقتش زي زمان ما بقتش تلت سانوي بس والموضوع انتهى لا سانوي بقت اولى وتانية وتالتة هي بقت تشين يا شباب كلها مربوطة ببعض وفي الاخر بنوصل لاخر حلقة او اخر تشين عندنا اللي هي سانوية عامة لو انت اللي تشين الاولانية اللي هيقولها سانوي وقعت او اللي تشينت تانية تانية سانوي وقعت وانجحت زي ما كله بينجح وخلاص خليك دايما فاكر الكلمة دي انت اللي هتشيل الموضوع ده مش احنا انت اللي دايما هتزعل مش احنا فصح صح كده للي بيحصل في الدنيا مش معنى ان انا سانوية عامةية لتحديد مصير وان انا لا لازم اذاكر فيها والكلام ده معنى كان انا ارمي اولى وتانية سانوي كله بالنسبة لي في الكيمستري وفي كل المواد يا جماعة بقت سلسلة اللي هتتعلمه في اولى واللي هتتعلمه في تالتة هتاخد زيه في تانية هتاخد زيه في تالتة فمين اللي هيشرح لك ما انا هتقول او تانية سنوي في تالت سنوي عمرها ما هتحصل احنا الموضوع بالنسبة لنا بقى سمارت ليرنينج انت عاب تورج على الفيديو فالموضوع بقى احسن بكتير الموضوع بقى فيه فكر جديد تمام؟ اتمنى ان حضرتك ما تزهقش مننا وما تدخنقش بسرعة وتقول لا 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 انا مش هكمل انا هنجح وخلاص انت اللي هتندم في يلا بينا كده يا شباب نبدأ اول حاجة موجودة عندنا النهاردة او اول حاجة او اول درس موجودة عندنا في اولى سنوي يلا بينا كده يا شباب نبدأ اول حاجة موجودة عندنا اللي هي هي بتتكلم على حاجة مهمة جدا ان احنا ازاي هنتحول لجزء الكامستري وازاي نبدأ نتعلم ان احنا نبدأ نعمل المجر للحاجات او نبدأ نقسها. طيب هي البوينت كلها بتتمحور يا شباب حوالين نقطة واحدة. اننا وانتو دلوقتي كنا بناخد ساينز السنة اللي فاتت دلوقتي احنا مش هناخد ساينز. احنا هناخد حاجة جديدة اسمها كيمستري. هناخد حاجة جديدة اسمها فيزيكس بايولوجي جيولوجي استروني هنبدأ ناخد الساينز ده بيبدأ يتقسم لبرانشز. الساينز بيبدأ يتقسم ليه? لبرانشز. بس قبل ما يتقسم لبرانشز ما تيجي اقول لك يعني ايه ساينز? ما تيجي نتكلم مع بعض كده بكل بساطة ايه الساينز وايه الفكرة بتاعت الساينز? اي حاجة حضرتك بتكتشفها هي تعتبر بالنسبان لنا ساينز وعلم. بكل بساطة انت بتلعب كرة دلوقتي واكتشفت ان انت لما بتشوت الكرة ببطن رجلك بتبقى احسن لما بتشوتها من سن رجلك. يعني لما بتشوت الكرة كده ببطن رجلي بتروح اه لأ بتروح صح احلى. بتروح في الزاوية صح? لكن لما بشوتها بسن رجلي لقى الكرة بتبقى ماشية مش مزبوطة. فانت اكتشفت كده فبقيت على طول لما بتيجي تلعب كرة جاي تشوت درب الجزائبت ومجاي شايتها ببطن رجلك. ده ساينز ده اكتشاف ده علم. انت كده اكتشفت ان ده احسن. هو ده الساينز. يعني ايه? يعني الساينز اي اكتشاف اي اما يكون هو تافه هو ده اللي بنقول عليه في الكيمستري او بنقول عليه عمتا ساينز. كل العلمة بيكتشفوا حاجات زيك. بيكتشف ان مثلا الهوى بيتكون من كزا كزا كزا. بنقول ان ده ساينز. يبقى اي اكتشاف انت بتعمله. حتى ولو كان بسيط وصغير جدا ينفع نقول عليه ساينز. طيب هو الساينز ده بيتكون من ايه? قال لي عشان تقول للناس او تقول لصحابك انا دلوقتي اكتشفت اكتشافة موشوتك كرة ببطن رجلي بتبقى احسن. اصل بطن الرجل بيبقى مقفول شوية فلما بتقفل بتبدأ توصف. بتبدأ توصف انت وصلت لايه? هو ده بقى اللي احنا نقول عليه الساينز. ان احنا نبدأ نوصف الفكرة بتاعتنا او اللي احنا وصلنا له للناس كلها. ما انا مش هاقتصر على الفكرة اللي هي الوحدي. لا. لازم الناس كلها تعرف انا وصلت لايه? انا فكرت في ايه واكتشفت ايه? يبقى انت لازم تاخد الفكرة اللي انت خدتها دي وتبدأ تقسمها لشوية حاجات عشان لما تيجي تشرحها للناس. الناس تبقى فاهمة. الناس تبقى قاعدة صدق انا هسمع كلامك وبعد كده هشوت الكرة ببطن رجلي على طول مش هشوتها تاني بسن رجلي. طيب بجد بقى الساينز بيتكون من ايه يا شباب? الساينز بنقول عليه يعني ايه? يعني من الاخر كده معرفة بس معرفة مرتبة. انت رتبت المعرفة او رتبت اللي انت وصلت له في دماغك وهتبدأ تسرده للناس. طب انا رتب الكلام ده ازاي? قال لي هتبدأ ترتب الكلام ده لما نمشي على ست نقط اللي العلمة حطوهم. ايه هما الست نقط اللي العلمة حطوهم دول? قال لك يا سيدي لازم اي ساينز يبقى فيه فاكت. يعني ايه فاكت? في حقيقة موجودة قدامنا. ايه هي الحقيقة اللي موجودة قدامنا? تعالى وصف لك مسلا حاجة. كان بتحصل مسلا زمان? لو احنا عندنا راجل بدائي راجل مسلا من اللي هم بتوع المسلا ايه العصر الحجري مسلا. الراجل ماشي بيعمل ايه جماعة في الصحراء. ماشي بيستكشف. الصحراء دي بتتكون من ايه? اه ده هنا في رملة. اه ده هنا في مية. ده المية جنبها زرع. ده مش عارف الهوى هنا الجو سائع تحت الشجرة دي كده الحتة دي دلة. يبقى الراجل ماشي بيعمل اكسبلورينج. ماشي بيكتشف في المكان اللي هو فيه. وايه فجأة تانية جدعان? والراجل ماشي كان فيه جبل قدامه. والجبل ده كان تحته فيه زلط كتير قوي. وجنب الزلط ده كان فيه كومة قش. بيقول لك يا جماعة الزلط بدأ يقع من على الجبل من فوق. يغبط في الزلط اللي موجود تحته على الارض. والقش موجود ايه واعتنسى القش ها? بيقولك الزلطة لما بتغبط في الزلطة امت جاي مطلعة سبارك شرارة كده مسكت في القش والقش امت جاي مولع. الراجل كان واقف فين? كان واقف جنب القش. ايه اللي حصل? لان ان الراجل بيقولك انا بدأت اتدفة. انا كنت سعين وبدأت اتدفة. طب هو ايه اللي حصل? قال لي اللي حصل ان الراجل كده اكتشف اكتشاف جديد. اكتشف ان الحاجة اللي بتحصل دلوقتي الا انا وانتو عارفين ان هي النار بتبدأ تدفيه. طيب يعمل ايه الراجل قالك اخد الموضوع ده كله? وقام جاي رايح به جنب البيت اللي هو ساكن فيه. جاب زلطين وجاب كومة اش. وقام جاي خابط الزلطين في بعض. طلعت والقش ام جاي مولع. وساعتها الراجل وقف واتدفة. طيب ايه اللي حصل ده؟ قال لي اللي حصل ده quello صاني اللي حصل ده كده هو اللي احنا نقدر نقول عليه ايه صاني. طيب ما تيجي ناخد يا جماعة الكلام له الراجل وصوله ده ونحطه في الترتيب اللي العلماء قالت لنا عليه. اول حاجة بيقولك لازم يكون عندك ايه هي ال фак증 اللي حصلت مع الراجل ده? الفاقت اللي حصلت مع الراجل ده ان فيه حاجة اسمها انار والنار دي بيتفيدو ان هو بيتدفة. تاني حاجة ايه هو الكونسبت؟ قال لي الكونسبت اللي ومثاهم. الراجل دلوقتي بقى عنده مفاهيم ان النار دي حاجة مفيدة جدا. جدا. ده بقى بيستعملها في الطبخ وبقى بيستعملها ان هو يدفى وبقى بيستعملها في حاجات كتير قوي. seja بقى بيستعملها ان هو بيسيح المعادن. الراجل بدأ من كتر المفاهيم اللي موجودة في دماغه عن النار ان هو بدأ يعبد النار. طب ايه ده primeira اه النزة منك بتوعبود النار المفاهيم يا جماعة اللي هي مش لازم كل حاجة تكون صح بمعنى ايه? احنا كمصريين عندنا مفاهيم كتير جدا 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 ممكن ما تبقاش صح بيقول لك ايه بيقول لك دايما في رمضان كل فول على الصحور. اصل الفول ده مصمار البطن. ايه الكلام ده مستر هو الكلام ده بجد ممكن ما يبقاش بجد ممكن يعني ايه? اه الفول بيشبع وكل حاجة بتوع بس الكلام ده ممكن ما يبقاش بجد لما حد مسلا يقول لك ايه انا ما بحبش الراجل ده ايه لما يمشي اكثر وراه قول لي عشان ما يجيش تاني ايه يجد عن الهزار ده هي دي هي دي المفاهيم اللي موجودة فالراجل كان عنده ان النار دي مفيدة جدا وانا هبدأ اعبدها تاني حاجة او تالت حاجة موجودة عندي يا شباب هي ايه هي بقى قال لي هي الحاجة اللي بتفهمني هو ليه الراجل بيعبد النار ليه الراجل خلاص بقى عنده دلوقتي في دماغه ان النار دي هي من الاخر كده هي اهم حاجة في الكون فانا هعبدها البرنسبال يفاهمني هو بيعمل كده ليه البرنسبال يفاهمني يقول لي اصل الراجل من كتر ما استفاد من النار بقى بيعبدها بعد كده الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي حاجات جديدة ولازم ناخد اجزامبل حقيقي عشان نفهمه اخر تلت حاجات موجودة عندي في الساينس ان انت لازم يتطلع من الساينس ده لو قانون تطلع منه ساينتيفك سيري نظرية علمية لازم تبدأ تعمل للميسودز اللي انت استعملتها عشان توصل لده وتطلع لنا كده يجد عام بنقول عليها كده ايه عارف الهداية من الاخر كده كل عالم بييجي يوم جاي حاطت كل المعلومات اللي هو جابها في الساينس ويوم جاي مقفلها كده في علبة هدايا وحاطت شريطها من فوق يقول لك اتفضل يا سيدي هي دي النظرية اللي انا وصلت لها مترتبة وكل حاجة عشان لما تفك الشريطة تبص على النظرية لان الموضوع سهل جدا وبسيط فتعالا نشوف كده مع بعض الكلام ده شباب بنقول في ايه بالزبط بيقول لك يا شباب الكامستري اند ميجر منت كل اللي احنا وصلنا له مترتب جوه من الاخر كده زي ما تقول مبنى او مترتب جوه حاجة كده والحاجة دي بنقول عليها ايه ساينس تمام هو عبارة عن مبنى او عبارة عن حاجة مترتبة بحيث انها لما دخلها متوهش جوهها يعني ما دخل متوهش وسط النظريات او الحاجات اللي احنا وصلنا لها تمام بيقول لك يا شباب لازم يبقى عندك ستة حاجات تبدأ تخش فيهم عشان ترتب الساينس اللي انت وصلته عشان توصل ان انت تديني ايه الهدايا في الاخر متقفلة ايه اول حاجة عندي يا شباب بيقول لي الفاكتز تاني حاجة الكونسبت تالت حاجة الرابع لو والخمسة ساينتيفك سيري رقم ستة لازم تبقى الميسودز اللي انت بتستعملها اللي انت هتستعملها والتحليل بتاعك لازم يبقى لازم يكون مترتب تمام وهو ده الساينس طيب ما تيجي ناخد يا شباب اجزامبل حقيقي على الموضوع ده عشان نفهم العلم ازاي بيقفلوا الهدايا وبيجوا يدها لنا بيقول لك يا شباب عندنا اجزامبل على العالم اسمه توموسون توموسون ده اخترع الكاسود ري تيوب تمام ايه الكاسود ري تيوب دي الكاسود ري تيوب دي هي الحاجة اللي احنا بعد كده عملنا بيها التلفزيون فما ممكن نقول ان الراجل ده هو اللي اكتشف التلفزيون ومن بعد التلفزيون اكتشفنا اللابتوب والايباد والموبايل وكل الشاشات اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي المهم الراجل عملي بيقول لك جاب انبوبة الانبوبة اللي موجودة قدامك دي والانبوبة دي فضة الهوى منها وبعدين وبعدين ام جاي حاطة موصل بطارية الجزء البوستف بتاعه النيجاتف هنا والجزء البوستف بتاعها موجود الناحة التانية تمام يبقى جاب حتة حديدة حطاها هنا وحتة حديدة حطاها هنا وصل حتة الحديدة دي بالجزء النيجاتف بتاع البطارية ووصل الجزء البوستف بتاع البطارية بالحديدة اللي موجودة هنا يبقى دي البوستف ودي الايه النيجاتف جميل بيقول لك ام جاي فتح البطارية والراجل واقف قدام التيوب بتاعته كده زي ما انا وانت بمبص لقينا 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 شايف الخط الازرق ده او اللاين لازرق ده بيقولك اللي لاين لازر الا خدر دا سوري يا شباب اللي لاين لازر دا لانه طالع من النيجاتف لحد البوستف طب الراجل كده وصل ليه ايه الفاكت اللي موجوده قدامه الفاكت اللي موجوده قدامه لما انا بحط النيجاتف قدامه بوستف ووصلهم بالبطارية وافتح البطارية يعني بنلاقي ري طالع او خط موجود طالع خط لون واخدر طب دي فاكت هي دي الحقيقة يبقى احنا اول ما فتحت انا ونتو البطارية لقينا الري ده موجود قدامنا يبقى اول حاجة موجودة عندي يا شباب اللي هي الفاكت بيقولك دي الفاكت انا عندي من النيجاتف للبوصطيف ري لونه ايوة اخدر طب وبعدين ايه الكنسبت ايه الكنسبت اللي موجود هنا او ايه الكنسبت اللي ممكن يكون استفاده الراجل ده او وصله بيقولك اللي وصله الراجل ده لما انحط انا دايما انا دلوقتي الراجل خلاص هيجيب مفهوم دلوقتي في دماغه وهيثبته. ايه المفهوم اللي هيبقى في دماغه يا شباب? من الاخر كده الراجل وصل ان دائما وابدا لما نبعد الجزء النيجاتف عن الجزء البوستف انت هتحصل على الجرين ري اللي موجود عندك ده. يبقى الراجل بقى فيه كونسبت موجود ثابت في دماغه دلوقتي. ايه بقى يا شباب هو الكنسبت اللي موجود في دماغه? ابعد النيجاتف عن البوستف هتحصل على ري لونه اخدر. وفعلا ده كان الكنسبت اللي وصله وبدأ يقوله للناس لما تحب تجيب ري لونه اخدر لما تحب تجيب شعاع لونه اخدر ايه بقى ده الجزء النيجاتف عن الجزء البوستف. فبما البرينسبل بقى هو مش البرينسبل ده هو اللي بيفاهمني الكنسبت ده منين او انت ليه بتقول كده يعني تومسون? فالبرينسبل بيقول لك دلوقتي بكل بساطة. متيجة انا وانت نجيبه. يعني ايه متيجة انا نجيبه هو دلوقتي يا جدعان. ايه اللي بيحصل ما بين النيجاتف والبوستف? مش النيجاتف اللي هنا ده والبوستف اللي هنا دول. دول مش او 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 يعني لازم بيحصل بينهم حاجة اسمها ايو مستر بيحصل بينهم اتراكشن فورس. بس تخيل معايا لو انا مسبت النيجاتف اللي هنا قوي ومسبت البوستف اللي هنا قوي. ففي اتراكشن فورس هما نفسهم يروحوا يغبطوا في بعض او يلزقوا في بعض بس هما مش عارفين. فبيقول لك ايه? انا كنيجاتف هبعد حاجات من عندي للراجل اللي موجود البوستر. يبقى عارف ايه? زي مسلا لما بتتفرج على الافلام الاجنابي مسلا ويبقى فيه هوا جامد قوي بيشد الانسان بس الانسان سبت نفسه في الارض بيسحب الجلد من على الانسان. بتلاقي كده الجلد في الافلام اللي بيبقى في ايه نار والكلام ده? اللي هو الخيال العلمي تلاقي ايه? الجلد بيطلع من على جسم الانسان من كتر الحاجة اللي بتشد. هو ده بالزبط اللي حصل. ان البوستف سابت والنيجاتف سابت. بس البوستف عمال يشد النيجاتف قوي. فبيشد منه حاجة. الحاجة دي هي اللي بتعمل الجرين ري. ايه الحاجة دي مش مشكلة دلوقتي? وده اللي حصل. ان الجزء ده تشد. انا كده فهمني فهمني الراجل المحترم بالبرنسبال ده بيحصل ليه? ده بيحصل عشان فيه اتراكشن فورس ما بين النيجاتف وما البوستف وده اللي قال. بيقول لك. ده بيحصل عشان فيه بينهم اتراكشن فورس. طي رابع حاجة شباب اللي هو او القانون اللي الراجل المحترم ده استنتجه من الحوارات دي كلها بيقول لك القانون هو قانون اسمه ماس تو تشارج ريشيو. ماس تو تشارج ايه? ريشيو. كل الكلام ده اجزامبل شرح. الكلام ده فور إلستريشن. للشرح فقط مفيش فيه حاجة حفز زيادة. فاللون اللي احنا وصلنا له او اللي هو استنتجه من الموضوع ده ماس تو تشارج ريشيو. جميل. ايه اللي هو حطها? بيقول لك الراجل العالم الجميل اللي هو اسمه تموسون ده حط نظرية لزيزة قوي. اهم جاي مسميها بلام بودنج. اسمها ايه? بلام بودنج. بلام بودنج دي اللي هي بالنسبة لي وبالنسبة لك الكوكيز. وقال ايه? قال هي الكوكيز دي مش بتتكون من عجينة وجوها تشوكليت شيبس كده? قال لك يا سيدي العجينة دي كلها هي تعتبر اشارتها بوستف والشوكليت شيبس اللي موجودة عندك دي اشارتها تمام? يبقى النظرية اللي هو جابها الراجل ده مش قفلها. ده حطها في احلى هدايا في الدنيا. يعني تلاقي فيه نظريات اسميها مجعلاصة كده واحنا مش فهمين منها حاجة. الراجل ده عمل نظرية اسمها بسيط جدا ووصفها بسيط جدا قال لك انا هتكلم على اللي هي الكوكيز يعني. هسميها الكوكيز. وبس وكل الناس بقيت فاهمها? كل الناس فاهمها دلوقتي ان هو الكوكيز نفسها او العجينة. والنجاتف هو اللي موجودة عندنا. من النظرية بتاعتنا اسمها بلام بودين. طب ايه الارجانايز ميسود ان ريسيرش ان انفستيجيشن؟ بيقول لك زا ستيبس تمام? هي الخطوات اللي بتحصل هي اللي هو عملها في الريسيرش بتاعه او اللي عملها في الكل اللي انت شايف قدامك في دي هو بدأ يرتبها عشان يساعد العلم او يساعد العلم اللي جايين بعده ان هما يستعملوا الكلام ده. وفعلا الناس بعده بدأت تستعمل الكلام ده وعملونا اللاعب والتليفزيون والالسي دي والموبايلات. يبقى الراجل من كتر ما هو كان مقفل الهدية بتاعته كويس. كل الناس بدأت تستفاد بيها. كل الناس اخدوا فكره وبدأوا يحطوه في اماكن مختلفة. يبقى مش لازم انت اللي تبدأ وتكتشف الحاجة. لا انت ممكن تبدأ على اكتشاف حد. يعني ايه? يعني انت تبدأ على اللي هو اكتشفه. احنا دلوقتي في مصر وصلنا لمرحلة ان احنا بدأينا نصنع وبقينا نعمل حاجات كتير. فلازم انت كمان تكون كده احنا زمان كانوا بيقولوا علينا يعني ايه? يعني احنا بنستعمل الحاجات كويس قوي. انت اخترع اي حاجة اخترع عربية اخترع موبايل وانا احسن واحد هطلع الصغيرة فيها قبل الكبيرة. يعني احنا بنمسك الحاجة جدعان نجيب اخرها. ايه تمسك الموبايل انت ما تسبش فيه اوبشن اللي ما تعمله. ونفس الكلام في العربيات وكل حاجة. بس احنا دلوقتي ما بقناش بس. احنا دلوقتي بقينا كمان بنصنع ونكتشف. ويا ربي بقى فيك حد بيصنع اكتشف في يوم الايام يعني. فهو ده شباب يعتبر الساينس اللي موجود عندنا. طيب هل دلوقتي الساينس موجود زي ما هو كده? لا بقى خلاص احنا دلوقتي دخلنا قولة سانوي فالساينس هيبدأ يتقسم. حلو. الساينس بنقول عليه الناتشورال ساينس او الساينس الطبيعي اللي موجود عندنا بيتقسم لتو مين برانشز. بيقول لي برانشز مو فيزيكال ساينس وبرانش تاني اسمو لايف ساينس. يبقى دلوقتي اول حاجة الساينس بدا يتقسم لها نوعين من الساينس? كانتكين وليف ساينس. لايف ساينس ده شباب بيقولك هو معناها ايه? العلم بتاع الحيويات او علم الحاجات الحية. يعني من الاخر اما قولة الليف ساينس ده هيدرس ايه؟ هيدرس الــ Living Organism. الكائنات الحية. طب ومين العلم اللي بيختص بدراسة الكائنات الحية بالاخص? هو يبقى دلوقتي الساينس اتقسم لـπάضانش و ده? الـ..."لايف ساينس ده؟ بيدرس التعديلة الكائنات الحية. اسم اللي بيدرس الكائنات الحية ايه? ايوة. تعال نروح الناحية التانية على الفيزيكال ساينس. الفيزيكال ساينس ده شباب بيدرس ايه? قال لي مش محتاجة فقاقة. اكيد يا مستر خلاص هيدرس الكائنات الغير الحية. اي حاجة مش كائنات يعني بقى اي حاجة غير حية اللي هو اي جماد موجود قدامك. فاحنا ممكن الجماد ده ندرسه بكم طريقة? مليون الف طريقة على حسب نوع الجماد. فبيقول لك احنا ممكن ندرس الجماد ده بالكيمستري. حبيبة قلبي ديها دي اللي هنقعد فيها تلات سنين. ممكن ندرسها بالفيزيكس. ممكن ندرسها بالجيولوجي. ممكن ندرسها بالاستروني. اللي هو علم الفضائيات او علم الفضاء يعني من الاخر كده. النجوم بقى والشمس والسولر سيستم والحكاية والليلة الطويلة الكبيرة بتاعتنا دي. يبقى من الاخر كده اي حاجة جماد ممكن ندرسها باربع طرق. ممكن ندرسها بالكيمستري. نعرف بقى مكوناتها او الليلة للحوار الكبير ده ممكن ندرسها بالفيزيكس يعني ايه فيزيكس يعني ابدأ عرف بتاعها والخواص بتاعتها كاملة ممكن ادرسها قال لي بس احنا بندرس بالجيولوجي علم الارض يعني يعني جيولوجي دي بنقول عليها في اوقات كتير يعني علم الارض الجيولوجي دي بتهتم بالارض بقى وطبقات الارض بقى والكور بتاع الارض وكل حاجة موجودة عن الارض رابع حاجة والاخيرة يا شباب استرونمي وقلت لك ان الاسترونمي هو علم الفضائيات او علم الفضاء طيب عندنا نوت مهمة دلوقتي اعرف انا فين انا فين من دول يعني دي الاسئلة اللي هتكون جاية دلوقتي يا مستر انت هتبدأ تديني اكزامبلز وتقول لي هو ده انهي برانش انهي برانش من الساينز اعرف الموضوع ده ازاي يا شباب قال لي من الاخر كده شوف الفينومنا اللي انت بتدرسها ايه الظاهرة اللي احنا بندرسها مسلا ومن خلال الظاهرة دي انت هتبدأ تعرف انت بتدرس ايه يعني مثلا لو انا جيت قلتلك انا بدرس طبقات التربة اللي تحت البيت بتاعي طب انا كده بدرس ايه يا شباب مش بتدرس طبقات التربة يعني انت بتدرس الارض طالما انت بتدرس ارض يا مستر يبقى انت بتدرس مش بس كده ده كمان بيقولك ما تبصش على الفينومنا انت الستادي بس ما تبصش على الظاهرة اللي انت بتدرسها ده انت لازم تبص على حاجتين كمان انت لازم تبص على التول اللي انت هتستعملها ايه التول اللي انت هتستعملها هتستعمل مثلا الحاجات اللي موجودة في معامل التربة هتستعمل كل الحاجات الكبيرة اللي بيكون موجودة في معامل التربة مش مشكلة مش لازم تعرف هي ايه اللي موجود دلوقتي في معامل التربة بس في حاجات لمعامل التربة قال لي لا لو انا بادرس بقا هستعملها بس انا لو بادرس حاجة تانية بقا مش هستعملها نيجي مبص على حاجة تالتة او اخر حاجة ايه المسود اللي انت ه تستعملها في بتاعتك هتستعمل ايه? ايه الطرق اللي انت هتستعملها? هتستعمل ان انت هتاخد بقى جزء من الارض وتطلع بالجزء من الارض ده وتبدأ تكتب وتطلع بيانات وتبدأ تستعمل اكواد وحاجات عشان تبدأ تطلع الارض اللي موجودة تحت البيت دي بتتكون من ايه? يبقى دلوقتي لما نحب نحدد نوع او نحب نحدد اللي احنا هندرسه بنبص على تلات نقط. ايه هما التلات نقط? بنبص انا دلوقتي ايه الحاجة اللي انا ايه التولز اللي انا هستعملها? وتالت حاجة والاخيرة ايوه الميسود في الريسيرشز يبقى زا فيلدس اوف ساينز ديفرانت اكوردنج الديفرانت فينومن اندر ستودي زا يوز ميسود ان ريسيرشز زا يوز دي طول وتعال اديك اجزامبل كمان. لو انا بدرس اللي سكين ليرز بدرس طبقات الجلد. هو طبقات الجلد دي عشان ادرسها مش بدرسها على البني ادمين يعني ناس حية يعني يعني من الاخر كده انا بايولوجي. مش محتاجة. طيب يا مستر. لو جيت قلت لك ان هي المشرت مسلا. هو مش المشرت ده اداة تببية اه يا مستر يبقى طب معلش ايه المسود اللي ايه الطرق اللي انت هتستعملها? قال لي الطرق اللي انا هستعملها الطريقة الاساسية اللي انا هستعملها هي الاناتومي او التشريح. يبقى انا كده اسمت الفيلدس بتاعتي او كده انا عرفت من الاخر انا هكون موجود فين على حسب انا بدرس ايه? تمام? تعال نشوف مع بعض كده اول حاجة موجودة عندنا يا شباب وتخيل معي ايه اول حاجة هتكون موجودة عند سعادتك. اكيد يا مستر هتكون الكيمستري. عشان احنا بندرس كيمستري. فبنقول يا شباب الكيمستري ده عبارة عن حاجة جاية من اللي هو العلوم الطبيعية. ايه هي الكيمستري بقى? قال لك الكيمستري من غير واجع قلبي كتيريا مستر هي بتتقسم لاربع كلمات او اربع حاجات. من الاخر لما نحب نروح ندرس كيمستري فانا لازم ادرس اول حاجة موجودة عند يا شباب اسمها كومبوزيشن. يعني ايه كومبوزيشن? يعني التركيب. انت متركب ازاي? انتوا ركبين مع بعض ازاي? تمام? طيب تاني حاجة يا شباب نروح ندرسها? قال لي نروح ندرس بتاعتو. نروح ندرس ايه? البروبرتز بتاعتو او الخواص بتاعتو. تالت حاجة لما حب اروح ادرس الحاجة بالكيمستري بعلم الكيمستري لازم تروح تدرس يا شباب اللي تشينجز اللي هتحصل عليها. ايه التغيرات اللي هتحصل? رابع حاجة شباب نحب ندرسها عن الكيمستري هي الرياكشنز ايه الرياكشنز اللي الراجل المحترم ده هيعملها قدامي يبقى من الاخر كده لما اديك اي حاجة في الدنيا وقولك بقولك ايه انا عايزك تدرس الحاجة دي بطريقة كيميائية هتقول لي هتدرسها ازاي قال لي هدرسها باربع حاجات ايه هما الاربع هدرس الكمبوزيشن بتاعها هدرس التركيب ودي ازاي رجبة مع دي هم متوصلين ازاي ببعض والموضوع ده كله بعد ما ادرس تركيبهم مع بعض او الكمبوزيشن هروح ادرس تاني حاجة يا شباب اللي هي البروبرتس الخواص بتاعسهم الناس دي بتعمل ايه بتعمل ايه في حياتها يعني ايه البروبرتس اللي موجودة عندها تالت حاجة اللي ممكن تحصل لها مع مرور الوقت مثلا او تحصل لها مع تغير اي حاجة موجودة حواليه رابع حاجة بندرسها يا شباب الرياكشنز اللي هي ممكن تعملها مفيش حاجة اسمها من هنا ورايح يعني اول اللي موجود قدامك ده دلوقتي هيبقى تعريف بس احنا لو بنحفظ تعريفات ولا الكلام ده موجودة عندنا احنا بنفهم انت جبت التعريف معايا التعريف هيبقى موجود او متكون من الاربع الكلام او الاربع كلمات اللي موجودة قدامك دي تعال نشوف كده ايه هو التعريف بص اه بيقول لك دي اول نقطة المستر كتبها او دي تاني نقطة هو كتبها ايه جميل عارفين يعني ايه متر طب هقول لك بعدا من خلص التعريف دي مستر تالت حاجة ايه انت قلتها اللي بعده يعني من الاخر يا مستر الرياكشن زي اللي بتحصل اللي انت رابع حاجة قلتها لي ايه هو المتر بقى شباب بيقول لك المتر ده هو اي حاجة ليهماس يعني بتاخد جزء من الفراغ طب معنى كده ان هو ايه المتر معنى كده ان المتر ده هو كل حاجة في الدني بجد اه بجد طب معنى كده ان الكيمستري بتدرس ايه معنى كده ان الكيمستري بتدرس كل حاجة موجودة عندك في الدني يبقى الكيمستري بنقول عليها في اوقات كتير او يا جماعة هي دراسة كل حاجة في الدني ليه اصلا الكيمستري بتهتم بدراسة ازاي المتر متركب وبتهتم بدراسة بتاعته والتغيرات عليه والرياكشنز اللي بيعملها هو مين المطر؟ المطر ده اي حاجة عندها ماسولية فوليا يعني المطر ده هو كل حاجة في الدنيا اي حاجة انت ممكن تتخيلها يا جدعان الكيميا هي اساسها الكيمستري هي العمود الفقري بتاع العلوم كلها يعني من الاخر كده احنا ملوك الكون الكيميا دي هي رقم واحد في الدنيا كلها طيب وهتبسط معي قوي في الكيمستري يعني ابدأ بقى نشوف الكيمستري بجد خليك دايما فاهم ان انت طول ما انت بتدرس كيمستري انت عايش حياة تانية انت بتدرس كل حاجة في الدنيا بطريقة حلوة انت ما بقيتش بتحفظ انت بقيت بتفهم وبتبص ده بيحصل ليه وكل حاجة هنبدأ نفهمها مع بعض اه ممكن الشابتر الاولاني والشابتر التاني عندنا فيهم دش كتير وكلام كتير مفهمش متعاوي بس مهمين وبيجي عليهم اسئلة كتير في الامتحال فاحنا لازم نكون فاهمينهم كويس فاستحملني شوية اول حسطين تمام يبقى اتفنى مع بعض يعني ايه متر طب ما تيجي ناخد اجزامبل كه يا شباب بيقول لي الاجزامبل عايزين ندرس الورينش عايزين ندرس ايه شباب ورينش هو ايه الورينش ده مستر قال لي الورينش اللي هو المفاك اللي موجود قدامك عايزين ندرس المفاك ده بطريقة كيميائية فاحنا محتاجين نعرف عنه كام حاجة اربعة ايه هما الاربعة التركيب بتاعه عامل ازاي بتاعته والرياكشنز اللي بيعمل طب ما تيجي تقول لي الكمبوزيشن بتاعه كامستر قال لي الكمبوزيشن بتاعه يا شباب هو بيتكون من ايرنو كاربون الراجل ده بيتكون من ايه من ايرنو كاربون يبقى انا عندي المفاك ده ايوة بيتكون من ايرنو ايه ungefährبون طب تاني حاجة يا شباب ايه البروبرتز بتاعته بيقول لي الراجل ده او اي مفاك او اي حاجة حديد موجودة عندنا بتصدي مع مرور وقت او بتصدي لما بتتعرض للمية والهواء والأملاح عشان كده في بيوت كتير في اسكندرية اللي بتاقي موجودة على البحر بنلاقي ان الحديد بتاعها بيكون مصدي ليه مصدي عشان هو بيتعرض للهواء كتير قوي بيتعرض للمية كتير جدا بيتعرض لأملاحها ليه قوي فعشان كده الحديد في اسكندرية بيصدي اسرع من اي محافظة تانية طيب يبقى انا عرفت البروبرتس ان هو بيصدي ايه اللي تشينجز اللي هتحصله هي الحاجة لما بتصدي مش لونها بيتغير الراجل ده يفضل لونه كده ما يصدي لا مستر بيتكون عليه طبقة كده لونها احمر شوية تمام يعني او الحاجات اللي هتتغير بنقول اللون الاحمر ده احنا بنقول عليه تمام يعني هيتكون دلوقتي او طبقة موجودة على المفاك اللي موجودة عن ساعتك ده الطبقة دي لونها ايه احمر في مشكلة في الكلام ده طب ما تجيب لي اي بروبرتس تانية عن الراجل ده بص كده عليه ايه ايه المفاك ممكن يكون بيتميز بايه تاني المفاك قال لي المفاك يا مستر اما بمسكه في ايدي المفاك بيبقى حاجة تقيلة يعني ممكن نقول عليه انه هو هيفي طب ايه كمان يا جماعة قال لي المفاك لما ايجا مسكه ومش ممكن اخبطه في الحيطة هيكسر قال لي لا مفاك مش هكسر يا مستر ده انت ممكن تكسر الحيط يعني الراجل ده ممكن نقول عليه هارد الراجل ده الهاردنس بتاعه عالي قوي ايه كمان يا جماعة ايه ممكن كمان اول ما فات كده مش بيلمع يعني بنقول عليه يعني عنده او لمعة تمام يبقى دي كلها طب انا كده درست ثلاث حاجات وانت كده بتكذب علي انت قلت لي ان احنا المفروض ندرس اربع حاجات اصبر بقى عم مع الرياكشنز شوية هتاخدها هتاخدها بس هديك الرياكشن دي هي مش عليك كده كده وانا هكتبها لك بيقول لك يا سيدي ادي الايرن بتاعنا ادي الافي اي وايه اللي بيخلي الحديد يصدي زي ما انت قلتلي ايه يا مستر اللي يخلي الحديد يصدي المية اللي هي الاتش تو او ايه كمان يخلي الحديد يصدي يا شباب الاكسجن او الهوى الاير اللي هو اوتو ايه يا جميل وبعدين يا مستر قال لي وبعدين بقى يكون عندنا الطبقة اللي احنا بنتكلم عليها سري اف اي او ايتش باي سري تمام تو اف اي او ايتش باي سري ويا مستر احنا عايزين نتعلم البلانس هنتعلم يا جماعة البالانس وهنتعلم نكتب الاكوشن دي ازاي مع مرور الوقت تمام وده البالانس بتاع الاكوشن دي وهنتعلمه ما تقلقش تمام يبقى دي الرياكشن اللي حصلت او ده اللي حصل للمفك اللي موجود قدام ساعتك وبكده احنا نكون درسنا المفك ده بطريقة كيميائية تعالوا نروح يا شباب للجزء اللي موجود عندي بعد كده اللي هو اهمية الكيميائة في ايه بقى قال لي عند الكدماء المصريين او عند الحضارات القديمة كلها هي كيميائة فدتني في ايه في الحضارات القديمة بقولك ايه انا مش اقولك انت اللي هتقولي الكيميائة فدتك في يا راجل في الحضارات القديمة يا راجل هو 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 يعني ما تعدش ده اهم حاجة عندنا في الكدماء المصريين ايوة التحنيت الكدماء المصريين يا جماعة اهم حاجة عملوها التحنيت والتحنيت ده كانوا بيعملوه بكاميكالز يبقى من اول الحاجات او الحاجات اللي فادتني فيها الكاميستري في الحضارات القديمة وبالذات في الحضارة المصرية ان القدماء المصريين كانوا بيحنطوا باستعمال مواد كيميائية يعني القدماء المصريين قدروا ان هم يكتشفوا الكيمياء زمان رب تعالى حكي لك حكاية التحنيت احنا طبعا لحد النهارة نحن حدش بينا يعرف المصريين كانوا بيحنطوا ازاي بس احنا نعرف شوية حاجات بسيطة كده ان المادة الاساسية في التحنيت هي مادة يقال عليها ناترون او الناترون يعني طيب الناترون ده يا شباب بيتكون من ايه او هو ايه هو اسمه زمان ناترون بس هو عندي وعندك دلوقتي ما اسمهش ناترون اسمه سوديم بايكربونات اسمه ايه سوديم بايكربونات يعني الناس دي اكتشفوا الكيميكالز من زمان قوي اللي هو بيتكتب يا شباب ان ايه اتش سي او سري هو ده المادة الاساسية اللي احنا كنا بنحتستعملها او بنحتاجها في التحنيت زمان اللي هي الناترون ياخذ زكاء المصريين ده من زمان يعني هم كانوا بيجيبوا الناترون ده منين بيقول لك البحيرات اللي كانت موجودة زمان لما بتجف كانوا بينزلوا ياخدوا الطين اللي موجود ده وبيستخرجوا منه الناترون اللي هو كان لونه محمر شوية كده يعني لون الناترون ده بيبقى محمر كده شوية بسيطة سيكة صغيرة كده طب معلمين يبقى احنا كده وصلنا لنقطة مهمة اوي ان الكدامة المصريين قدروا يطوعوا الكيميا تحت باطهم كده ويمشوا به يلا يا سيدي تمام واستعملناها في حاجات كتير جدا واهمها كان الموميفيكيشن اللي هو التحنيت وفهمنا هم كانوا بيحنتوا ازاي طب تاني حاجة جدعان حد يارى في الكدامة المصريين تاني حاجة استفادوها بالكيمستري كانت ايه ايوة الطب ايوة صح الطب ده الكدامة المصريين دول كانوا اكسبرت في موضوع الطب ده يا رجل ده كانوا اكتشفوا التقويم ده كانوا بيعملوا تقويم زمان كانوا بيخرموا السنان كده ويربطوها بسلكو فالكدامة المصريين كانوا رهاب في موضوع الطب برضو باستعمال الكيميا مش بس كده ده كانوا بيخترعين ادوية يعني لما الناس كانت بتتعب زمانه كانوا يعملونهم بالاعشاب والحاجات ادوية يعني أصدق كمان إنه هم كانوا بيعملوا ميديكامونس أدوية يبقى الكدماء المصريين اكتشفوا أو ساعدتهم في الموميفيكيشن في الطحنيد ساعدتهم في الميديسين الطب ساعدتهم في ميديكامونس الأدوية طيب وuiه كمان الكدماء المصريين كانوا ممكن يستفادوا منه وإحنا لحد دلوقتي بنستفاد بيه الأحبار يعني ايه الأحبار كل الحبر اللي موجودة عندك يعني هممس كدماء المصريين كانوا بيكتبوا على الورق البردي زمان كانوا بيكتبوا بايه ما كانوا بيعملوا لون وبيكتبوا باللون ده على الورق البردي طب هم عشان يعملوا اللون ده كانوا بيعملوا ازاي كانوا بيجيبوا حاجات ويقعدوا يحطوا عليها شوية كيميكالز ويحولوها الالوان سابتة تفضل لسبع تلاف سنة انت بتشوف الورق البردي متعلق في المتاحف يعني كمان استعملناه في صناعة الالوان يعني ممكن نقول في ايه كمان والقدماء المصريين كمان يا شباب كانوا بيعرفوا أهمية المتلز المعادن ياه أيوان ما ليه مش لما كنت بتخش مثلا المعابد لحد فيه كسافر ودخل أي مدحف أو دخل معابد من بتاعت القدماء المصريين تلاقي إن القوض المهمة في المعبد تلاقي فيها دايما دهب بلاش التومب بتاعتهم أو المقبرة بتاعت القدماء المصريين تلاقي دايما الملوك كل الحاجات اللي محتوطة معاهم أواني من الدهب وكبيات من الدهب دا يا رجل تطعن خمون كان عامل المسك بتاعه كله دهب يعني كانوا عارفين أهمية المتلز مش بس كده دا كانوا بيطوعوا المتلز دي في استعمالاتهم مش فاهم يعني هما كانوا بيكتشفوا الدهب دا حاجات مجعلصة كبيرة كده كانوا بياخدوا الدهب دا ويعودوا يحطوا عليه شوية كاميكالز ويبدأوا يسياحوا عشان ياخدوا الدهب دا يدهنوا بيه بقى الكبيات يعملوا بيه حاجة اسمها الكترو بليتنج اللي احنا دلوقتي بالنسبة لنا الكترو بليتنج يعني ان انت بتبدأ تدهن الحاجات بالدهب او تعمل اللي هو ايه مرصعة بقى بالدهب والكلام اللي احنا بنقوله او بنصع بالألماظ يعني الناس دي كانت دمخة عالية قوي مش بس كده بيقولك احنا لما بنكتشف المعادن كلها بنكتشف المعادن في حاجة او في شكل حاجة اسمها أور الخام يعني ايه يعني حاجات خام طيب احنا بقى القدماء المصريين كانوا بياخدوا الخام ده تعال احكي لك مثلا الحديد لما بنكتشفه بنلاقيه في شكل مربع كده كبير بيبقى في حاجات بالهبت بقى في دست رملة في اير في هوا في ووتر في مواد ضرة جدا زي السلفر والفسرس والارسينيك كل ده من ضمن الخام اللي موجود والحطة الصغيرة اللي عالجانب دي هي الحديد انا وانتو دلوقتي عايزين الحديد يعني احنا محتاجين نشيل كل الكلام ده فهنبدأ بقى نحط شوية هنبدأ بقى نحرق مثلا نسخن البتاعة دي نخلي المية تبخر هنبدأ نخسلها نعديها على مية عشان الرملة اللي موجودة عندك دي تنزل فهنبدأ نعمل عليها شوية كتير اللي بيحصل قدامك ده شباب بيتقال عليه في يعني مايننج التعدين يعني احنا بناخد الحاجة ونبدأ نعمل عملية التعدين ان احنا نبدأ نستخرج الحديد او نبدأ نستخرج الدهب والقدام المصرين كانوا بيعرفوا يستخرجوا الحديد وبيعرفوا يستخرجوا الدهب يبقى هم بيعرفوا يعملوا يبقى احنا كده قلنا حاجات كتير قوي تعالوا نشوفها مع بعض كده بيقول لك الكيميا من ساعد الحضرات القديمة هي مرتبطة به في الحضارة المصرية بيقول لك استعملوا شوية حاجات كيمياية في الموميفيكيشن والحاجات الكيمياية اللي استعملوها انا قلت لك ان هو كان اسمه ناترون اللي هو سوديم بايكاربونيت مش بس كده ده القدماء المصريين استعملوها في الميتلز والماينينج بدأوا يجيبوا الميتلز ويسيحوها ويعملوا بيها الاواني والحاجات بتاعتهم وكمان كانوا بيعملوا ماينينج استخراج للمعدن نفسه وبعد ما نستخرج المعدن نبدأ نستعمل الميتلز دي في حاجات كتير قوي موجودة عندنا كنا بنستعمله في الماديسين في الطب وصناعة الادوية الماديكامونز طيب هو بس الكيمستري دورها وقف يا جدعان لحد القدماء المصريين يعني دلوقتي الكيمستري ما بنستعملهاش بنستعملها طبعا بيقول لك الكيمستري بتخش في صناعات كتير بقول لك ايه الكيميا بتخش في اي حاجة يعني الكلام اللي مكتوب عندك على البرد ده هيبقى الميتل قوي دلوقتي يعني ايه يعني انا هقول لك دلوقتي الكيميا بتخش في صناعة مثلا الالوان بتخش في صناعة الازاز بتخش في صناعة الادواء الكيمياء بتخش في صناعة كل حاجة. فبنقول يا شباب الكيمستري بتخش في حاجة اسمها التانينج. ايه هي التانينج? قال لي تانينج ليزر يعني معناها بالزبط كده تبغي الجلود. يعني تبغي الجلود. تشوف الناس لما بتتبح يوم جاين اخدين فروط الخروف ويعملوها مشاية. بيعملو فيها ايه بقى? بيقعد يحط عليها شوية الكيميكا الصراحة انا عارفش اما بيعملوها ازاي? بس بيحطوا عليها شوية مواد كده والمواد دي بيخليها زي ما انت بتشوفها كده نشوة وتقدر تمشي عليها. بلاش? مش بتلاقي فيه مسلا اه حزام معمول من جلد تمساح وحزام معمول من جلد تعبان او شنطة او جزمة معمولة من جلد اي حيوان هو ده تبغي الجلود. تمام? ان انت بتحول الجلد الحاجة بتستعملها. فانت عشان تحول الجلد من جلد طبيعي لجلد صناعي تقدر تستعمله تحط عليه شوية تمام? عشان ياخد بقى اللمعة والحاجات اللي انت بتشوفها دي. يبقى احنا عملنا الاستعمال الكيمستري. عملنا ايه تاني? مش ساعة مسلا البنترون السود لونه يروح شوية فهمها تقول لك ودي زبغه? هو زبغه دي يعني ايه? مش هحط عليه شوية الكيميكالز اللي هي الالوان? فبيقول لك كمان بنستعملها في بتاعة. تمام? سباغة الالوان. ايه كمان? صناعة الازاز. بنروح بنصنع الازاز ازاي? حد يعرف? ايو انا عايزك كده تسألني في حاجات كتير. بنصنع الازاز ازاي شباب? قالي الازاز ده بيكون من الرملة. الرملة بنستخرج منها حاجة اسمها سيليكون اللي هي والسيليكون ده نصنع به الازاز. اخر حاجة موجودة عندك الكالر ايه? اندستري. يعني من الاخر كده يا جدعان بنقول لك الكيميستري فيري اسنشيال. لها دور مهم جدا جدا جدا. عندنا دلوقتي في الحياة دور الكيميستري غاية في الاهمية. طيب هي كيمياج طعان دلوقتي ايه الفيلز او ايه المجالات اللي الكيميا بتدرسها. او انا لما حب ادرس كيميا هروح فين? او لما حب ادرس الحاجة على اساس كيميائي هيه هي الفيلز او المجالات اللي بتهتم بها الكيميا قوي? بيقول لك المجالات اللي تهتم بها الكيميا شباب بكل بساطة كده? اكيد 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 الاتومز والموليكيولز بتاعتنا. يعني ايه? يعني مسلا اتومزкої اللي موجودة قدامك او موليكيل زي اللي موجودة قدامك دي لما حب ادرسها مش هروح ادرسها بالكيمستري هتدرس فيها ايه يا مستر هروح ادرس اشوف بتاعها يعني ايه هي بتتكون من ايه ايه الاتومز اللي موجودة عندك انت موجودة عندك اكسجن وهيرجن وهيرجن وايه كمان يا شباب قال لي هروح ادرس هم ازاي مسكين في بعض هي ازاي الامسكة الاتش دي وهي ازاي الامسكة الاتش دي مش مسكين بعض بحاجة اسمها بوند نروح نعرف البوند دي كمان يبقى الكيمستري بتهتم بحاجة مهمة اوه يا شباب بنقول بتدرس ايه بقى؟ بتدرس البوند اللي وزنت يعني ايه البوند اللي موجودة بينك؟ هادرس الاتوميك او الملوكيلا ريستركشور الاتوم بتتكون من ايه؟ المالكيو اللي بيتكون من ايه؟ وادرس البوند اللي موجودة بينهم عشان نبدأ نتعرف على المواد اللي موجودة عندي طيب اما بنتعرف على المواد بنتعرف عليها بطريقتين يا جماعة يعني انا لما حب اجيب مثلا كرسي وبدأ اتعرف عليه باتعرف عليه بطريقتين طريقة اسمها qualitative وطريقة اسمها quantitative بالعربي qualitative دي معناها نوعي وquantitative دي معناها كمي يعني من الآخر لما ادرس الكرسي لازم اروح اشوف الكرسي ده بيتكون من ايه نوع المواد اللي هو بيتكون منها مثلا الكرسي بيتكون من جلد وحديد ودهان له نسود ومصمرين ثلاثة من التايتينيوم يبقى انا عرفت مكوناته يبقى انا عرفت انواع المكونات هي دي اللي بنقول عليها ان انا بدرس الحاجة qualitative بدرس نوع الحاجات اللي بتكون السبستانس او المادة اللي قدامي بعد كده روح ادرس حاجة اسمها quantitative الكمية ولنفترض انت قلتلي يا مستر هو بيتكون من حديد وقلتلي مثلا هو بيتكون مثلا من لون اسود تروح تقول لي هو موجود في حديد خمسين جرام حديد موجود لون اسود فيه بنسبة عشرين جرام مثلا او كمية الحديد خمسين جرام واللون عشرين جرام يبقى انا كده درسته بحاجة اسمها يا شباب quantitative كده انا درست الكمية لكن لما عرف النوع كده انا درست ايه qualitative يبقى qualitative بنعرف بيها النوع quantitative بنعرف بيها الكمية والchemistry بتهتم قوي بدراسة الحاجات qualitative و quantitative طب ايه تاني ممكن الكميستري تساعدني فيه بيقول لك الكميستري تعمل لك والله يا مستر انا مش فهمك طب ما تجي نقول طيب هو انا دلوقتي مش عارفت انا وانتو ان الحاجات اللي بتخلي الحديد يصدي هي المية والهوى والملح حلو فتخيل انت الحيطة اللي موجودة عندنا هنا دي الحيطة اللي موجودة دي جوها حتة حديد طب حتة الحديد اللي موجودة جوها دي هي متعرضة للهوى الطبيعي والمية الطبيعية والاملح الطبيعية انا قمت جاي بطبق كبير من عند ماما في البيت وحطت جوها حتة حديدة ومليت الطبق ده مية وقمت جاي حطت في الطبق ده ملح كتير قوي 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 وقمت جاي جاي بعشر خمستاشر مروحة كده ومثبتهم على الطبق اللي موجود يا ترى يا ترى مين اللي هيصدي اسرع الحديدة اللي موجودة جوها الحيطة اللي هي متعرضة للهوى طبيعي ومية طبيعية وملح طبيعي بنسب عادية جدا ولا الحديدة اللي موجودة جوها الطبق بتاعنا اللي فيها مية كتير وملح كتير وهوى كتير لا اللي موجودة في الطبق يا مستر هي اللي هتصد يبقى انت كده عاملت ايه قال لي انا كده عملت 來 انا فهمت دي بتحصل ازاي فهمت ان الحديد بيصدي عشان خاطر المية والهوى والملح بعد ما فهمت بعد ما عملت understanding انت بدأت تعمل control reaction يعني بدأت تسرع reaction يعني بدل ما الحديد يصدي في 10 سنين انت خليت الحديد يصدي في 15-20 يوم يبقى انت كده عملت ايه controlling اتحكمت في reaction مين اللي ساعدك في الموضوع ده chemistry هي اللي ساعدتني ان انا نفهم يعني ايه ميا ويعني ايه حديد وهي ليه بتصدي ولو انا زودت ده تصدي ليه ولو قللت ده ما تصديش يبقى اللي ساعدني في الموضوع ده كله كان الكامستري يبقى دي تاني حاجة موجودة عندي بعد كده رابع حاجة شباب بيقول لي الكيميا بتساعدنا في تصنيع كل حاجة انت ممكن تتخيلها فنقدر نجيب منها مواد جديدة نستعملها في حياتنا كلنا سواء بقى في الطب تعمل لنا أدوية جديدة بقى برشام جديد أو تعمل لنا أنسولين أو تعمل لك أي حاجة انت ممكن تتخيلها سواء ياسيدي في الزراعة تعمل لك المبيد الحشري عشان خطر المحصول تعمل لك سماد عشان خطر المحصول يبقى أحسن في الانجينيرينج والصناعة بقى كل الصناعات وكل أنواع الهندسة بقى صناعة ألوان صناعة إنك أحبار صناعة أي حاجة وفي الهندسة نستعمل شوية بنبني عمارة في الآخر مش عايزين الدور اللي فوق ينزل مية على الدور اللي تحت فبنحط مواد كيميائية كده بين الدورين عشان المية ما تنزلش من فوق اللي تحت يعني الكيميائة فديتني في كل حاجة أنت ممكن تتخيل آخر حاجة الكيمستري بتساعدني فيها أن هي زي معناها أزمات الطاقة أو المشاكل الكبيرة أو اللي بتحصل في الطاقة أزمات طاقة يعني طيب في قصة لو تعرفوها أو مسلسل مشهور جدا اسمه تشيرنوبل تشيرنوبل ده كان عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن مدينة كده تشيرنوبل دي وكان فيها مفاعلات نووية بالهبل بيقولك المفاعلات النووية دي حصل فيها تسريب فبدأ إيه يتصرب؟ بدأ يتصرب عندنا مواد نووية في العالم كده في الطريق في الشارع وبتاع فإيه اللي حصل؟ بيقولك المدينة دي الهوى فيها والحياة فيها بقت غير أدمية إحنا لازم نمشي الناس اللي موجودين بسرعة وده بالضبط اللي حصل ولحد النهار ده الموضوع ده حصل كل الناس اللي كانوا عايشين في المدينة اللي اسمها تشيرنوبل دي الحكومة بتاعتهم خدتهم أتلوهم اجروا اجروا طلعوا من المدينة دي المدينة دي ملوسة يبقى كده الهوى كان متلاوس والميا كان كل حجة كنتلاوسة بسبب الإشعاع النوي أو التسريب النموي اللي حصل نقدر نعالج ده؟ قال لي قاله أنا ما بيحاولوا以عالجوا دا دلوقت طب بلاش؟ لو إحنا مسألا في مصر لو ثافرت دهب أو شرم أو الغردقة أو أغلبية البلاد السياحية تليقون بيقول لك إيه؟ خلي بالك ما تشربش من الحنفة بقاشرب مية معدنية عحسب ليه؟ عشان الميا غير صالحة للشرب طب هي عشان غير صالحة للشرب طب احنا نعمل ايه بيقولي حتى مية البيت قبل ما بيجيلي بتعدي على محطات مية عشان تتنظف فمعنى كده ان الكيمستري ساعدتني في تنظيف المية طب انا هقولك احنا بننظف المية ازاي بيقولك احنا بننظف المية باستعمال اسمه CL2 اللي هو الكلوراين طب يا مستر اشمعنا بنستعمل الكلوراين يا مستر في تنظيف الواتر اصل الكلوراين والجيرمز كمان بيقيت لكل المايكروباط اللي موجودة عندنا يعني تأثيره عالي قوي طب هو ده مش كيميكا مش انا استعملته في او تنظيف المية من اللي موجودة فيها استعملته الكلوراين ده شباب اللي هو انا وانتو عارفين اسمه كده بيتقال عليه كلور يقولك المية فيها كلور عالي قوي النهار ده كده تلاقي المية نازلة بيضة يقولك لقى ده كلور عالي فيها الكلور ده الحاجة اللي بتنظف المية تمام؟ يبقى الكامستري ساعدتني في كم حاجة جماعة؟ اربع حاجات ان انا نفهم الاتوم بتاعتي او الموليكيل بتاعتي البوندس اللي موجودة ما بينهم ابدأ اعرف نوع الاتومز اللي موجودة وابدأ اعرف كمياتها اللي هي كواليتيتف وكوانتيتيتف وايه تاني؟ ابدأ اعمل كنترول وعمل لها ايه كمان؟ نجيب نطلع برودكت جديدة نستعملها في الطب والزراعة والهندسة وكل المجالات اللي موجودة ايه كمان الكامستري تساعدني فيه اخر حاجة ان هي تنظف للمية والهواء ونبدأ نعيش حياة جميلة بفضل الكامستري طيب يا شباب ما تيجي نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده ايه هو؟ قال لي الجزء اللي بعد كده احنا بنقول على الكامستري ان هي الكيميا هي محور العلوم كلها الكيميا هي العمود الفقري بتاعت كل العلوم التانية او الساينس التانية ايش معنى؟ عشان انت تفهم كل المواد التانية زي الفيزيكس والبيولوجي والاسترونومي والجيولوجي وكل الحاجات اللي موجودة تانية يا شباب لازم تفهم اهم نقطة موجودة عندنا اللي هي الكامستري يبقى حضرتك لو فهمت الكامستري هتقدر تفهم وتوصل لكل المواد التانية يعني من الاخر كده الكيميا جات الاول وكله جاء بعدها يبقى بنقول الكامستري عشان الكامستري تعتبر مهمة او هي اهميتها رهيبة اهم حاجة في الدنيا يعني انت لازم تفهم الكامستري بعد كده تفهم كل اللي جاي بعدها يعني مثلا زي اللي موجود قدامك او الجراف اللي موجود هنا ده بيقولك الكامستري موجودة في النص وكله يطلع منها الماديسن الطب والجيولوجي والاسترونومي والبلانت ساينس والانفيرومينتال ساينس والفيزيكس والبايو كامستري كل حاجة كل حق الكيميا افهمها كويس مني او من اي حد في الدنيا افهم كيميا تفهم باقي العلوم كلها بعد كده يا شباب عندنا ايه بقى عندنا جزء مهم جدا 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 ان الكامستري بدأ يحصل لها بقولك ايه مش هتحس يعني ايه مش هتحس يعني انا هبدأ تليني بدخل في كتير اوي للكامستري وانت فاكر ان انت بتدرس كامستري بس بس كل حاجة لها اسم بمعنى ايه بمعنى ان الكامستري متقسمة لأكتر من 15-20 برانش مثلا زي الفيزيكال كامستري والبايو كامستري وارجانيك كامستري واناليتك كامستري وسيرمو كامستري نيوكليار كامستري الكترو كامستري انفيرومينتال كامستري and other else اكسنترا بقى عيش روح تمام؟ بقولك ايه هدرس فيزيكال وهدرس بايو بس تعال اقولك على الارجانيك عشان مش هدرسها دلوقتي ايه هي الارجانيك كامستري قالك الارجانيك كامستري هو من الاخر كده هو العلم اللي الكيمية كلها قيمة عليه يعني ايه مش فاهم يا مستر يعني احنا كنا زمان بنعتقد ان اي حاجة موجودة جوا جسم الانسان بقى سواء من انزايمز سواء من هورمونز سواء من اي حاجة ما اقدرش حضرها في المعمل وعلم كتير واقفونا قالوا ان انتو ما تعرفوش تعملوا كده اوع تعملوا كده بس الكلام ده طلع مش صح يعني ايه مش صح يا مستر يعني احنا نقدر نحضر اي حاجة موجودة جوا جسم الانسان في المعمل دلوقتي كان عالم كده اسمه بريزيلياس هو اللي اكتشف الاكتشاف الرهيب ده كانت كل القلمة بتفتكر ان الارجانيك كومباونس ما بتتحضرش في المعمل تلعب بريزيلياس وحضر اليوريا ايه هي اليوريا اليوريا ده جزء من حاجة اسمها اليورين اللي هو بيخرج من جسم الانسان يعني جاي من جسم الانسان يعني عرفتنا نحضر حاجة موجودة جوا جسم الانسان في المعمل عرفت وساعتها بقى اخترعنا لا قل عن اتناشر مليون اورجانيك كومباونس وبدأنا نعيش بقى في علم الارجانيك تمام بعد كده يا شباب عندي انت الكامستري لا كمية تحليلية زي ايه زي ان انا بحلل بقى نروح مسلا لما حد يتعب بعد الشر علينا وعليكو يتعب مسلا او حاجة ويروح للمعمل يحلل ياخد حتة من دم او ياخد شوية دم ويبدأ يعملولو تحليل كيميائي نشوف بقى نسبة السكر فيه قد ايه ونسبة الانيميا فيه ونشوف الراجل ده عنده ايه وبتاع هي دي الاناليتي الكامستري سيرمو كامستري اللي هي كاميا حرارية وهندرس جزء كبير جدا من السيرمو كامستري الترم التاني نيوكليار كامستري كاميا نووية تخص بقى النووي الحاجات دي وهندرسها الترم التاني برضو الكترو كامستري كاميا كهربية ايه علاقة الكامستري كاميا وازاي الكهربا تنوصلها باستعمال الميا وازاي الميا تولى الكهربا وحاجات كتير قوي من المجال ده وهناخد برضو الكلام ده بس ان شاء الله في تالتة سنوي الهي كاميا بيئية تهتم بالهوة والميا وان هما يكونوا نضاف جدا والصيل والاكل يعني ايه ايه الحاجات اللي مهمة في البيئة الميا والهوة والطربة والاكل بتاعنا ازاي نخليه ونحسنه عشان نبدأ نستفاد كلنا بيه ودول يعتبروا بتاعتنا تعالى بقى ناخد اول مرج ما بين الكيميا والبايولوجي هندرس ايه بقى هندرس الكامستري والبايولوجي طب ما تحكي لي هي البايولوجي بتهتم بايه او بتهتم بدراسة ايه البايولوجي يا شباب بتهتم من الاخر كده بدراسة كل حاجة ليها علاقة بالليفنج اورجانزمز يعني ايه الليفنج اورجانزمز الكائنات الحاجة ايما يكون مسلا تعالى نتكلم على الهيمينز البشر هدرس بقى الاسكين بتاعك هدرس السيلز الخلايا هنبدأ ندرس الكلام ده كله الكامستري تهتم بايه قال للكامستري تبدأ تهتم يا شباب ان هي تدرس الرياكشنز اللي هتحصل جوا جسم الانسان فالبيو كامستري كده من الاخر هي ايه هي من الاخر ان احنا بندرس الجسم الانسان وبندرس الرياكشنز اللي بتحصل جوا جسم الانسان والبيو كامستري كمان مش بتهتم بكده بس ده كمان بتهتم انت مش السيل بتاعتك دي بتتكون من حاجات البيو كامستري تشوف الحاجات دي هي ايه وتشوف الحاجات دي بتتكون من ايه مش فاهم يا مستر قال لي يعني بكل بساطة كده مثلا مثلا لو انا اعتبرت انا وانتو ان اللي موجود قدامك ده بالمنظر دي كده دي كده نقول عليها هيرسل يعني ايه هيرسل يعني خلية الشعر تمام الهيرسل دي بتتكون من طبقات كتير هتبقوا تدرسوها في الكمستري حاجة اسمها ابو ديرمز وهايبو ديرمز والديرمز نفسها المهم ان الطبقات دي اللي موجودة الديرمز والايبو ديرمز والهايبو ديرمز والكلام طبقات السل اللي يهتم بدراستها هو البيولوجي بعد كده بنقولك السل نفسها بتتكون من ايه بيقولك السل نفسها بتتكون من تلات اربع حاجات كده مهمين بتتكون من الكربوهايدريتز بتتكون من البروتين بتتكون من حاجة اسمها نيوكلياك اسد دي حاجات مهمة بالنسبة للسيل او السيل دي الاجزاء اللي هي بتتكون منها مش بس كده كمان بتتكون من فاتز الدهون يعني السيل ليها يعتبر كده اربع حاجات مهمين اوي كربوهايدريتز وفاتز وبروتين ونيوكلياك اسد دول يعتبروا مكونات السيل عارف دول بيتكونوا مثلا فرنج عشرين في المية من السيل وباقي السيل كلها مثلا من سبعين لتمانين في المية من باقي الخلايا بيكون ووتر بيكون مية عشان كيف يقول لك جسم الانسان اكتر من سبعين في المية منه مية حلو اوي يبقى انا دلوقتي عرفت ان السيل بتاعتي ليها طبقات ايبو ديرمز وهيبو ديرمز والكلام ده ده بايولوجي يدرسه عرفت ان هي بتتكون من الكربوهايدريتس والفاتس والبروتين والنيوكلياك قصد اللي يدرس بقى الحتة بتاعت دي هو مش ده جزء من السيل الكربوهايدريتس والبروتين والكلام ده مش جزء من السيل اللي يدرس دي هي يعني من الاخر كده بتدرس ايه شباب بتدرس الأجزاء بتاعت السيل طب امال تدرس ايه قالي لأ تدرس السيل كلها على بعض يعني بتاخد حتة من البايولوجي البايولوجي تدرس السيل بقى الكبيرة دي لكن البايولوجي تدرس السيل الصغيرة طيب تعال نشوف كده تعريف البايو كيمستري هو ايه بيقول لك بايو كيمستري عايزين ندرس الكيميكا الكمبوزيشن تركبهم هم متركبين مع بعض ازاي هي الفات دي مسكة في البروتين مثلا ولا هم لمسين بعض طب هي الفات بتتكون من ايه امال البروتين بيتكون من ايه يبقى اللي يدرس الموضوع ده اللي يدرس اجزاء السيل الحتة الصغيرة اللي جوه السيل هي البايو كيمستري في ايه بقى اورجانيزم يقابلك اي حاجة حية زي الكربوهايدريتس البروتين النيوكلياك اسد والفاتس دي البارتس اف ايه اف سيل طيب بيقول لك اجدعان كده عندنا الجراف اللي موجود قدامك ده بكل بساطة لو الحاجة سمول لو الحاجة بيج بيقول لك لو انت بتدرس حاجات سمول صغيرة قوي بتدرس اتومز بتدرس موليكيلز بتدرس الكلام ده كده انت بتدرس كيمستري انت بتدرس حاجات صغيرة قوي طب لو كبرنا بالسكيل شوية بدأنا ندرس البارتس وفي سيل بدأنا ندرس حتة كربوهايدريت حتة بروتين كده احنا بندرس يا شباب بايو كيمستري طب كبرنا اللي سكيل انا وانتو كمان شوية وبدأنا ندرس السيل نفسها على بعض كده احنا بندرس بايولوجي يبقى كل ما انت بتكبر بالحجم كل ما انت بتروح بايو كيمستري بايولوجي وهكذا يبقى انا لو بدرس اتمز وحاجات سوانونة خالص كيمستري بدرس بارتس اف سيل حاجات برضو صغيرة بايو كيمستري بدرس الورجانز بدرس السيلز نفسها بدرس بايولوجي المهم ان الكيمستري بتهتم بايه برضو شباب في الجزء بتاع البيوليش بيقولك الكيمستري is interested in studying the chemical reaction that occurs inside the living organism الكيمستري كمان هتهتم بايه؟ هتهتم ان جوه جسم ساعتك ايه الرياكشن اللي بتحصل؟ فيه رياكشن بتحصل انا بتكلم معايك دلوقتي الريس بيحصل ده ما دي كمية كالرياكشن؟ اكسجن داخل وكاربون دايكسايت طالع فيه رياكشن ده بيخش يبدل معده جوه ويه كمان الرياكشن؟ الديجيشن الهضم إيه اللي بيحصل؟ الأكل بينزل بينزل عليه اللايبيز انزيم ويبدأ يتفعل معاه وناخد الحاجات النفعة ونرمي الحاجات الضرة مديري أكشن الكيمستري تدرسها برضو يبقى الكيمستري بتهتم بدراسة الرياكشنز اللي بتحصل جوه جسم الإنسان والبايو كيمستري تهتم بالرياكشنز اللي بتحصل جوه جسم الإنسان طب أما للبيولوجي قال لي لأ البيولوجي يدرس الإنسان كله على بعضه بقى يدرس الأورجنز ويدرس السيلز وهكذا بعد كده يا شباب عايزين نشوف الكيمستري لما يحصل لها ميرجينج مع الفيزيكس لما الكيميا تخش مع الفيزي إيه اللي يحصل؟ قال لي يحصل أن الدماغنا تلس حاجة أينشتاين بقى على بريزيلياس على شودي جنر على ليويدو بري شوية علمة كده هيخش وخبطه في بعض دلوقتي يطلعوننا كيمستري أند فيزيكس طب الأول عشان إحنا نفترض أن أنت مش عارف حاجة عن الفيزيكس هي الفيزيكس بتهتم بإيه؟ قال لي عمتا الفيزيكس بتهتم بدراسة حاجات مهمة قوي في الدنيا اللي هو الماس والإنرجي والفيلوستي الحاجات اللي زي كده يعني من الآخر كده يا شباب الفيزيكس بيقول لي تهتم بإيه؟ بيقول لي الفيزيكس تهتم يا شباب اي حاجة بقى البروبرتز دي زي الحركة أنت لما بتتحرك كده إيه اللي بيحصل؟ ده بيتحرك آه طب ليه ده ما بيتحركش الأدام مثلا؟ طب ليه ما بيتحركش الورى؟ تمام؟ يبقى الفيزيكس بتدرس الموفمينت الحركة بتاعتنا الفيزيكس تدرس الأنرجي تدرس الطاقة الأنرجي اللي بتتخليني يمشي الخطوة دي والأنرجي اللي تخليني يبيرجع له وراء تدرس الماس تدرس وزني تشوف وزني ده هيساعدني إن أنا أرفع إيدي لفوق كده ولا هساعدني إن أنا أرفع إيدي لحد هنا نشوف الناس اللي عندهم عضلات كبيرة أو زي بيج رامي مثلا كل جسمهم عضلات ما شاء الله تلاقيه ما بيعرفش يرجع إيده يهرش ودهره ليه؟ عشان الماس بتاع جسمه ما يسمحش إن إيده تتحرك كده طب ما ده دراسة إيه؟ فيزيكس تمام؟ ندرس الفيزيكس السرعة نشوف العربية دي ماشية بسرعة كام؟ الطيارة طايرة بسرعة كام؟ إيه دي بتتحرك بسرعة كام؟ يبقى ندرس الفيزيكس كل دي حاجات الفيزيكس بتهتم بيها والفيزيكس كمان بتهتم بحاجة تانية اسمها حاجة تانية اسمها إيه؟ زي إيه؟ قال لي زي الحجم لو عندك كوباية مية حجمها قدي حجمها قدي كده اللي يدرس ده؟ الفيزيكس تهتم بدراسة نشوف الكسافة بتاعة المية يبقى كمان بتهتم بحاجة اسمها إيه؟ تهتم بالبويلنج بوينت بتاعة المية المية بتغلي عن درجة كام؟ نهتم بدراسة درجة اللي انصهار الحديد مثلا من الآخر انتو عارفين البويلنج بوينت والملتنج بوينت إيه الفرق؟ بويلنج بوينت يعني درجة غليان يعني بتحول من لكويد لجاز المية تبخر اللي هي لكويد تتحول لجاز يكون عندك حاجة صولد تتحول لليكويد زي الحديد صولد هعمله إيه؟ هعمله دلوقتي تسخين وهبدأ سخنه بحيث ان هو يسيح ويتحول لليكويد مين اللي يعرف الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت؟ هي الفيزيكس يبقى الفيزيكس بتهتم بدراسة زي ايه شباب؟ زي الضغط لما يبقى عندنا ضغط المية مثلا عالي لو مسكت مثلا خرطوم مية ودست عليه بصبعك من فوق المية اللي هتطلع هتبقى جامدة ممكن لو ركزت ضغط المية جامد قوي المية تقطع الورق وفيه ساعات المية تقطع الحديد ساعات بيستعملوا المية في المصانع ان هم يقطعوا بيها المعادل من كتر ما انت خليت المية ضغطها عالي ان هي تقدر تقطع الحاجة اللي يهتم بدراسة ده برضو الفيزيكس ندرس الفوليوم ندرس الكالر الألوان انت ليه شايف اللي انا لابسه ده لونه كده؟ عشان اللون لما بيقع على جسمي الإضاءة بتتعاكس لعينك وجسمي بيمتص شوية اللي يهتم بدراسة ده برضو هو الفيزيكس الكسافة درجة الغلايات اللي احنا عرفنا الفرق ما بينهم دلوقتي يا شباب تهتم بايه كمان الفيزيكس؟ قال لي الفيزيكس تهتم بحاجة اسمها دي بتاعت الحاجات اللي موجودة تمام؟ ممكن تمشي على الاتوم وما تمشيش على الاتوم لا هي كلها تمشي على الاتوم بس فيه خاصة بالاتوم لوحدها مش خاصة باي حد تاني زي حاجة اسمها يعني ايه قال لي هي دي الانرجي من الاخر كده هي الاتوم مش بتتكون من الالكترون لو تعرفوا ولو ما تعرفوش هنعرف مع الوقت في حاجة اسمها الالكترون في الاتوم الالكترون ده راجل متدلع كده شوية ياخد معنا شوية لا انا عايز امشي طب انت عايز تمشي دي الاتوم مفيش دخولي الحمام ازاي خروبه يعني انت جيت الاتوم انت مش هتمشي بسهولة فالاتوم بتبقى مسكة فيه طب انا عايز اخده اعمل ايه؟ قال لي بحتاج انرجي عشان اروح اشده من الاتوم هي دي اسمها اللي يعرف الانرجي اللي انا بشد بيها الاتوم دي هي برضو الفيزيكس في حاجة تانية اسمها يعني انا كاتوم فيه الالكترون عجبني واقف انك عايز اشده نحياتي فهروح اشده نحياتي تمام؟ فبالانرجي اللي اسمها الالكترون افننتي دي هي برضو الكيمستري ايه الفيزيكس قصدي هي اللي تقول لي اد ايه؟ حاجة كمان اسمها الالكترونيجاتيفيتي دي هندرسها الشابتر او اليونت اللي جاي ان شاء الله يبقى عندي اتوميك بروبيرتز يا شباب زي ايونيزيشن انرجي والالكترونيجاتيفيتي والفالانسي وهناعرف برضو موضوع الفالانسي ده برضو الشابتر الجاي اكسنترا اكسنترا دي يعني واي حاجة كمان ايه الحاجات الكمان اللي انا قلتها لك الالكترون افينيتي مثلا طيب يبقى كده الفيزيك بتهتم بدراسة اغلبية البروبرتز اللي موجودة عند المتر مش بس كده الفيزيكس بتهتم بدراسة حاجة كمان مهمة قوي بالنسبالي وبالنسبالك هي مهمة جدا هي ايه مستر الحاجة دي قال لي الناتشرال فينامنا ايه الناتشرال فينامنا قال لي يعني ايه ظاهرة طبيعية زي ظاهرة ايه مثلا اللايتنينج البر اللي بيغبط الارض ده هو اللايتنينج ده ليه حصل قولي كده سألني خد ودي معايا كده ليه اللايتنينج ده حصل بيقولك البرق ده بيحصل يا شباب عشان من الاخر كده السحابة اللي هنا والسحابة اللي هنا والشجرة اللي موجودة على الارض بيبقى اللي موجودة مختلفة واحنا عارفين ان الحاجة بتمشي من العالي للواطي يعني لو عندك كبات مية قليلة وكبات مية كبيرة بلاش وانت طالع للديوف وماسك ايه كبات البيبسي بتحاول تخلي دايما لو في كوباية كبيرة وكوباية جنبها وليلا لا انا هدي من الكبيرة للصغيرة عشان اخلي الشكل مزبوط نفس الموضوع ماشي في الحياة دايما الكبير دايما بيدي الصغير فبيقول لك السحابة بيبقى عندها تشارج يعني السحابة تبقى الكهرباء اللي موجودة في السحابة عالية قوي والكهرباء اللي موجودة على الارض او على الشجر اللي موجود او على الارض نفسها بتكون قليلة فايه اللي بيحصل لما الكهرباء اللي في السحاب يزيد قوي السحاب ما بيبقاش قادر يشيله بيحصل ايه بيحصل تفريغ للطاقة السحاب يقوم جاي باعة الطاقة اللي عنده للارض فايه اللي يحصل يحصل ساعتها اللايتنينج اللي احنا بنشوفه مين اللي خلانا نفهم ده الفيزياء يبقى اي ظاهرة طبيعية بتحصل عندي اللي بيدرسها الفيزيكس طب ما تتقول لي يا ابني كده قل لي قل لي ايه كمان الفيزياء تدرسه ايه ظاهر طبيعية صح صح كده ممكن الموج ممكن ممكن الرياح ممكن يبقى فيه ظاهر طبيعية كتير ممكن الفيزيكس برضو تقدر تدرسها تعالى نشوف الكلام ده كده مع بعض بيقول لك هنبدأ نفهم الظاهر الطبيعية وايه الفورس اللي بتأثر عليه يعني انت لو عندك مثلا الرياح ايه الفورس اللي بتأثر على الرياح الموج اللي بيأثر على الموج اللي بيأثر عليه وبيخليه يحصل واللي احنا شرحنا كله دلوقتي مش بس كده الفيزياء بتحاول تخترع لنا يونتس جديدة يعني ايه يعني انت مثلا عندنا الماس بيتقاس بالجرام هي طبع تحاول تكتشف يونتس عشان نبدأ احنا نستفاد تحاول تسهل الدنيا علينا بتخترع لنا الامبير نقيس بيه الكهرباء تخترع لنا الفولت نقيس بيه التفريخ والحوارات دي الالكترون ديفرن الالكتروموتفورس والحاجات دي كلها تبدأ تخترع الفيزيكس يونتس جديدة نبدأ نستعملها تمام فبيقول لك بنخترع حاجات جديدة نبدأ نقيس بيها انا وانتو طيب يا شباب هي دلوقتي لما يبدأ يحصل مرج ما بين الكيمستري ومرج ما بين الفيزيكس هي الفيزياء مش بتهتم بالبروبرتس هي الكيمستري مش بتهتم بالكمبوزيشن بالتركيب بتاعك يبقى الفيزيك البروبرتس هتهتم بايه هنشوف التركيب بتاعك انت بتتكون من ايه Hubmaskin في بعض ازاي والحوار دا كله ونشوف بقى البروبرتس بتاعتك انت بتعمل ايه الماس بتاعتك كام طب والنبي الديستي بتاعتك كام طب ما تقول لي الفوليام طب لونك ايه طب هو وانت مثلا بتتشد للماجنت هو وانت مثلا ما بتتشدش للماجنت يبقى اللي يدرس مثلا ليه الحديد بيتشد للماجنت مين الفيزياء والفيزي هتقوللي أصل الحديد عنده حاجة اسمها cœur فعشان كده الحديد ده بيتشد للمجنة هنفهم الموضوع ده كده كده تتتتحق ليلون الحديد مثلاً hours الصفحة INGES العجلة البحثة لكن اللي يهتم بتركيب الحديد نفسه إنه تكون من 1 أطم مثلاً لأ ده بيتكون الحديد من 2 أطم لا ده كون من 50 أطم مين اللي يقولي موضوع ده كيمسي uma فما نعمل ميرش إحنا بندرس الحاجة الـ compound اللي موجودة كلها عندنا بالإيه؟ بالـ physics تمام؟ يبقى إنت لو شفت chemical compound قدامك شفت H2O مثلا وجيت قلت لك إن الـ boiling point بتاعته 100 degrees Celsius دي تعتبر إيه؟ physical chemistry عشان الـ chemical compound وعشان الـ boiling point دي حاجة لها علاقة بالـ physics يبقى الـ chemistry والـ boiling point دي الـ physics يبقى أنا ربطت الـ 2 ببعض قلت لك بقى boiling point melting point pressure بتاعه زياد pressure بتاعه قل لو انا شفت chemical compound بعيني يبقى انا بدرس ايه chemistry لو انا شفت درجة غليان ودرجة انسهره اي حاجة من ال properties دي يبقى انا كده بدرس physics والاتنين مع بعض physical chemistry غير مثلا لما نيجي نروح نقول مثلا ايه وزن البني ادم الطبيعي يبقى مثلا 70 او 80 او 90 كده انا بدرس physics بس هو وزن الانسان ده ليه علاقة بالchemistry لا ملوش بقى علاقة يبقى لو شفت chemical compound chemistry شفت اي حاجة من ال properties دي يبقى chemistry و physics مع بعض فتعريف physical chemistry يا شباب بيقول لك which is interested in studying the properties and the structure of matter as well as the particles forming this matter هو دلوقتي هيستادي ال properties بتاعته اللي هي موجودة قدامك وايه كمان وهيستادي ال structure التركيب او التكوين بتاعه مش بس كده ده هيستادي ال particles اللي forming this matter ده انا هادرس ال H2O ده بيتكون من ايه ايه ال particles اللي بتكون ال H2O او hydrogen atom واكسجين اتوم يبقى انا درست الجزيقات بتاعتي او ال particles بتاعتي طب هي ايه ال properties بتاعت ال H2O ال boiling point 100 ال Density one gram مثلا سنتيمتر كيوب اه بدأت اعرف ال Density والمسيب انا كده بدرس فيزيكا اللي ايه يا شباب chemistry ليه الحديد دي تشد للمجنط اه اص عنده امبيرد الكترون بعد كده يا شباب اللي موجود عندي بكل بساطة عايزين نروح نشوف علاقة ال chemistry بالmedicine اللي هو الطب وعلاقة ال chemistry بالpharmacy اللي هي الصيدلة مفيش اوضح من كده الكامية تعمل لك شوية compound الطب يقول لك compound ده ينفعه يدخل جسم الانسان ولا ما يدخلش زي اللي هي اللي هي ايه الادوية طب ما تقول لي كده انا لو عايز اجيب تعريف للادوية هاتلي انت تعريف قول لي الدواء بيعمل ايه هو ده يجد عن التعريف يعني ما قول لك هو ايه بيعمل ايه المدسن يا مستر بيعالج باي باي انت جاجبت التعريف بالبساطة دي ايه والله يبقى ايه هو المدسن هو عنده خواص علاج ايه شكرا هو ده المدسن بس طيب مين اللي بيصنع مين اللي صنع المدسن قال لي لي بيصنع المدسن او اللي بيطلع لك compound اللي احنا بنستعملها في الطب هي chemistry طيب هي chemistry هتسدني لحد هنا وتجري قال لي لا ده chemistry لسه وقفة معك في ضعرك اسد كده مش هتسيبك هتقول لك الدواء ده انت لما تبلعه ايه اللي هيحصل يعني ايه يعني ايه يعني اما ما اخد مسلا دواء اصداء او اخد اي دواء chemistry توصف للدواء ده هيعمل ايه جوه جسمي يعني بنقول كده بالبلدي يبقى انا هصنعلك chemistry هصنعلك الدواء وقولك الدواء ده كمان هيعمل ايه جوه جسمك طب chemistry مش هتساعدني في الطب بقى نفسه شوية قال لي ساعدك يا عام يا عام انت ليك غيري طب هتساعدني ازاي قال لي من الاخر كده chemistry هتقول لي hormones وال enzymes اللي موجودين عندي جوه بيشتغلوا ازاي enzymes مثلا زي اللايبيز اللايبيز ده بيعمل ايه قال لي اللايبيز ده help in digestion مين اللي عارف الموضوع ده الكيمياء يبقى الكيمستري قالتني ان leipase enzyme بيساعد في الهضب مش بس كده ده chemistry كمان تقولك على hormones زي هرمونات مثلا السعادة يقولك هرمون السعادة لو عالي انت بتبقى مبسوط هرمون السعادة لو ليل انت بتبقى متضاي يبقى هي كمان بتدرس الهرمونز اللي موجودة في جسمنا يبقى الكيمستري ساعدتني في الصيدلة ان هي عملتلي الدواء ووصفتلي الدواء بيعمل ايه جوه جسمي الكيمستري في الطب قالتلي ايه وصفتلي hormones وال enzymes بتعمل ايه جوه جسمي ووصفتلي مثلا ان الرئة بيدخل فيها اوكسجن وبيطلع من ناحة التانية carbon dioxide وهكذا يبقى بنقول يا شباب الكيمستري اند فارماسي اند ميدسين ايه اللي بيحصل اتفقنا تعريف الميدسين بكل بساطة هي كميكال كومباونز هي كومباونز عندها ايه خواص علاجية مش فيه ادوية بنقدر نحضرها طبيعي زي ما بيجي لك برد ما هو بتقول لك ايه اشرب ينسون قصلي ينسون بيخفف تمام اعمل شب كده ورق جوافة ايه ده هو الورق جوافة بيعالج اه بيعالج الكحة احسن حاجة تعالج الكحة ورق الجوافة ده حتى فيه ادوية بيستخرجه من ورق الجوافة الدوة اللي انت بتاخده يعني من الاخر كده طب بلاش الصبار فيه واحد في برسعيد مشهور ايه بيقف في الشارع بيبيع صبار كده الصبار بيجيب الزرعة نفسها ويقوم جاي يفتح الزرعة بتاعت الصبار يخرج الجل اللي موجود جواها ويحطه في برطمان ويبيعه له الناس الجل اللي موجود ده بيتحط على الوش ويتحط على الشعر عنده ايه عنده حاجات يعني زي بقى اللي انتو بتستعملوها ترتيبه الكلام ده يعني فده كده يعتبر كده ان الحاجة اللي انا جايبها او الدوة اللي انا جايبه من حاجة طبعية زي مثلا فيه محلات مشهورة اوي يقولك انا اسم المحل اورجانيك انا كل حاجة بباعها طبعايا ما بباعش فيها كيميكالز وممكن نعمل الدوة او نعمل الكريمات كلها بحاجات كيميكالز زي اللي بتتعامل كلها في المعامل او المصانع اللي بتطلع لنا وتباع في الصيدليات يبقى انا ممكن الدوة يتحضر طبيعي وممكن يتحضر في اللعب بيقولك يا سيدي ممكن كمان الكيميستري تساعدني بقى في ايه في الاندستري اوف ميديسن اللي هو الادوية او الميديكامونس دايما بتطلع باته بين كلمة ميديسن دي وميديسن دي هما اللي اتنين يعتبر يا جدعان مش نفس المعنى ساعات بنقولها على الميديسن طب وساعات بنقولها على الميديكامونس اللي هي الادوية ميديسن تمام؟ ماشيها معايا فاندستري اوف ميديسن اللي هي الاندستري اف ميديكامونت صناعة الادوية ميديسن اللي فوق قصدنا بيها الطب مش بس كده الكيمية في ظهرك هتوصف لك زرول هتقول لك الميديسن ده هيشتغل ازاي جوه جسمك ده مش بس كده ده هتعمل ازاي الهرمونز والانزايمز هيشتغلوا جوه جسم الانسان تعالوا شباب يلا نكمل مع بعض الجزء اللي بعد كده اللي هو يعني ايه الكيمستري هتفدني بايه في اللي هو الزراعة طيب الكيمستري بتفدني يا شباب في في حاجات كتيرة جدا 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 زي مسلا ان احنا مسلا ايه يا شباب ما نعرفش نزرق احنا ما عندناش الخبرة اللي موجودة عند الفلاح المصري مسلا انت منزلتش قبلي كيه وزرعت فتقدر تعرف مسلا لما تمسك التربة دي التربة دي تزرع فيها ايه دي خبرة بتيجي من السنين ومن العمر يعني فانت عشان تروح مسلا اشتريت ارض وعايز تزرع في الارض دي مسلا والي يكون مانجا طب هل الارض دي تصلح لزراعة المانجا طب انا عايز اسرع اصب هل الارض دي تصلح لزراعة الاصب زي مسلا ان الاصب بيتزرع في السعيد احسن اصب بيجي من السعيد احسن منجا تيه من اسماعليا عشان التربة اللي موجودة في اسماعليا ملائمة لزراعة المانجا والتربة اللي موجودة في السعيد ملائمة لزراعة الاصب يبقى احنا لازم نشوف التربة اللي موجودة عندنا اذا كان ينفع نزرع فيها ولا لا طب انا اعرف ازاي وانا قاعد في بيتنا قال لي الكامستري روح هتلي انت الارض اللي انت اشتريتها روح هتسامبل من الارض دي شوية كده من الارض وحطهم في كيسة ووديهم معمل التحاليل لما بتوديهم معمل التحاليل معمل التحاليل بيروح يقولك الكمبوننس اللي موجودة في التربة اللي عندك يقولك التربة دي بتتكون من ايه يقولك ان التربة دي بتتكون مثلا فيها اكسجين قد كزا يقولك التربة دي فيها مايتروجين قد كزا يقول لك التربة دي فيها هايدروجين قد كزا يقول لك المكونات بتاعت التربة يقول لك التربة دي فيها زلط يقول لك التربة دي فيها رملة يقول لك التربة دي فيه مياه كتير يقول لك لأ التربة دي فيها مياه قليلة محتاجين نزراعها كتير لأ ده احنا مش محتاجين نزراعها كتير يحتاجين نزراعها وقتها اقل يبقى من الاخر كده بودي السامبل او الكيس اللي انا جبته التربة وابدأ اشوف هي هتنفع ولا مش هتنفع للزراعة وليكن مثلا احنا عايزين نزرع القصب بيقول لك يا شباب عشان تزرع قصب القصب ده بيحتاج ان التربل بتاعتك او التربل اللي موجود فيها يكون فيها نايتروجن عالي جدا المهم ان انا وانت روحنا جبنا الكيس وروحنا عملنا عليه التحليل الكيميائية وعرفنا المكونات بتاعتنا وعرفنا المكونات دي اذا كانت كتير ولا لا فالمهم الراجل الدني الورقة لقيته بيقول ان الاكسروجن اللي عندك كتير والهايرجن اللي عندك كتير بس النايتروجن اللي عندك قليل وانا اقافش ازرع فيها قصب بس انا عرفت دلوقتي عرفت ان التربل اللي موجودة عندي هي ما تصلحش لزراعة القصب ليه عشان القصب بيحتاج نايتروجن كتير لكن التربل اللي موجودة عندي النايتروجن اللي موجود فيها قليل طيب اضطرينا نزرع القصب حطينا القصب في التربل طب نعمل ايه جريت على الراجل بتاعي الكيميستري قلتوله لحقني يا عم دلوقتي انا دلوقت الارض مفيهش نوتروجين كتير والقصب محتاج نوتروجين كتير اعمل ايه لقيتو مديني السماد اللي هو الفلتلايزر وقام جاي قال لي خد السماد ده فيه نوتروجين كتير حطه في الارض عشان الارض بتاعتك اكلناها فيها نوتروجين كتير يبقى دلوقتي الكمستري فادتني في ايه فادتني ان انا عارفت مكونات الطربة مش بس عارفت المكونات ده انا عارفت نسبتها موجودة قد ايه في الطربة وعرفت اذا كانت تصلح لزراعة القصب ولا ما تصلحش ولما عرفت ان هي ما تصلحش لزراعة القصب رحت وعرفت والكيميا ساعدتني ان انا اجيب السماد المناسب السماد اللي فيه نايتروجين كتير عشان يخلي القصب اكنه مزروح في ارض فيها نايتروجين كتير لان القصب بيسوس كتير قوي في حشرات طب عايزين نموت الحشرات دي جريت على الراجل بتاع الكيميستر ايه الحققني يا عم انا دلوقتي الارض عندي فيها حشرات كتير نأمل ايه لقيته مطلع لي مبيد حشري من عنده من جوة بس قلت له على نوع الحشرة الاول يعني قلت له مثلا انا عندي جرادة عندي مثلا صراصير ايا ما يكون نوع الحشرة لازم اعرفه نوع الحشرة عشان يديني المبيد الحشري المناسب اللي بيموتها يبقى الكيميا فادتنا دلوقتي في ايه فادتنا النهاية ديتني الفيترايزرز السماد فادتني النهاية ديتني المبيدات الحشرية كل ده عشان اعمل ايه احسن الكروب بتاعي المحصول بتاعي يبقى طالع احسن واحلى ويباع اكتر تمام؟ تعالوا نشوف كده شباب مع بعض الكلام ده بيقول لي كيمستري helps in agriculture through الكيمستري ساعدتني في الزراعة من خلال selecting the suitable soil for planting a certain crop through the chemical analysis يعني ايه انت دلوقتي هتختار التربة الصح عشان تزرع فيها المحصول الصح وعرفت الكلام ده من خلال chemical analysis تحليل الكيمياء اللي احنا لسه عاملينه بعد كده شباب determining the properties of the soil components and there sufficiently for this plant crop او for planting this crop معنى ايه؟ معنى ان انا عرفت دلوقتي ال properties بتاع السويل الخواص السويل اللي موجودة عندي الارض دي مثلا المض فيها مياه كتير فهي مطينة ولا قليلة ومش بس كده ده انا كمان عرفت ال components اللي موجودة and their sufficiency يعني ايه؟ يعني هل هي المكونات اللي موجودة دي كافية for this plant ولا لا؟ الplant او الكروب المحصول اللي انت هتزرعه هل المكونات كافية؟ اه ممكن تبقى كافية وما كانتش كافية زي الexample اللي احنا شرحناه تالت حاجة المحصول بتاعك ده بيحتاج واحد اتنين تلاتة انا هتديك السماد اللي هو بيحتاجه عشان الكروب بتاعك يبقى طالع تمامه 100 بعد كده يا شباب هنديك المبيد الحشر المناسب عشان تتخلص من كل الحشرات اللي موجودة عندك يبقى هو ده اللي ساعدني فيه الكامستري او كل ده الكامستري ساعدتني فيه في الزراعة عايزيني تنقل دلوقتي انا وانتو لاخر نقطة موجودة عندنا اللي هي الكامستري and future ايه بقى الكامستري and future ازاي الكامستري هتساعدني في الفيوتشر او هتساعدني ازاي دلوقتي في الفضاء او بعد كده مثلا في حاجات تنفعني على الارض بيقولك يا سيدي الكامستري دخلت عندنا جوة برانش كده جديد اسمه نانو كامستري ده هندريسه اللي سن الجاي او الشابتر اللي جاي هستفدي اي انا دلوقتي قال لي دلوقتي مثلا العلماء تمام قالك احنا هنجيب الكربون ده ونقطع الكربون حتة صغيرة قوي لحد ما تبقى الكربون اللي موجودة عندنا نقول عليها دي نانو كربون الكربوناي اللي موجودها دي صغيرة قوي والكربونز اللي طلع عندنا ده هنعمل بيه ويرز هنعمل بيه ايجر عن وير ايوة كده صح صح معايا يعني ايه وير؟ يعني حبال بيقولك بقى ايه اسرح ها اسرح بيقولك الحبل دي احنا هنوصل الحبل من الارض للسماء يعني نحط الارض نربط الحبل ده في الارض ونربط الحبل التاني في محطة الفضاء ونعمل لنا خمس ستة حبال ونعمل اسنسير مستره انت كاي تخزر والله ونعمل اسنسير من الارض ياخدنا الفضاء اصل الحبل اللي احنا بنعملها دي قوية اوي 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 فبنقول ان الحبل دي عندها يعني خواص غير طبيعية خواص غير عادية الخواص بتاعتها القوة الرهيبة انها تعمل اسنسير من الارض للفضاء وتستحمل بقى ضغط الجو وان ان انت هتكسر الغلاف الجوي والكلام ده كله لأ دي الحبل دي قوية جد ومين الكربون ده مش الكربون ده حاجة لايه علاقة بالكيمستري حلو يبقى الكيمستري هتساعدني في امه ليه مش بس كده دي هتخلينا نعمل الصغارة جدا نستعمل بقى الكابر وايرز والكربون وايرز والحاجات دي نبدأ نحطها في الايه في الشيبس او نحطها في السيركتز زي السيركتز بتاعت الموبايل والكلام ده كله ونعمل جديدة وتكون اكسترا اردنري مش بس كده يا عمي هنعمل السيارات زيتية القيادة العربيات دلوقتي بقى بتسوق نفسها الزكاية الاصطناعي ده جامنين جامنة شيبس بنصنعها وبنصنعها بمواد كيميائية طب ما كل ده الكيمستري بتساعدني فيه احنا عملين نتقدم عملين نروح للمستقبل اسرع لحد ما هفعلا هنلاقينا العربيات بتطير قريب يبقى الكيمستري بتساعدني يا شباب في حاجات كتيرة جدا تعال بقى نشوف مع بعض الموضوع ده بيقول احنا هنقدر نصنع حاجات عندها غير طبيعية من خلال النانو كيمستري ان انا صغر كل الحاجات اللي موجودة في الكيمستري لحد ما تبقى نانو صغنطوطة خالص بيقولك يا شباب ايه هي النانو كيمستري بيقولك ده اللي احنا كنا بنقول عليه النانو كيمستري دي هي بتساعدني من الاخر كده ان انا اقدر اطلع حاجات او منتجات جديدة المنتجات دي مش عادية المنتجات دي عندها عشان دي تلبي النمرس هي من نيدز يعني الحاجات اللي محتاجها البشر بطريقة رهيبة انت دلوقتي بقى عندنا حاجة اسمها يعني ايه يعني حاضرك عدالك كورسي وبتفتح التلفزيون وبتقفل التلفزيون وتفتح التكيف وتنور الاوضة وتقفل الاوضة وتشغل البوتاجاز وتقفل الستاير وتفتح الساير وتفتح الجراش وتقت marginal مش دي كلها مش دي كلها حتياجات شخصية يا راجل ده بيريحوك وانت مسك الموبايل يعني انت وانت مسك الموبايل دي انا مش قادر اتصل بصحر هي سيري كل كذا هي بيكس بي كل كذا لو انت سامسونج او اندرويد في ثانية واحدة تلاقي نفسك بتتصل يبقى انت كل التكنولوجيا رايحة في اتجاه ان هي بتلبي الرغبات اللي موجودة عند حضرتك عشان تساعدنا وساعدك هي سيري ردت علي دلوقتي حاليا لما قلت هي سيري يبقى هي دي الكامستري الكامستري او النانو كامستري بتساعدنا في الموضوع ده تمام يبقى هو ده موضوع النانو كامستري عندنا على الموضوع ده شباب اللي هي عندها اللي كان اختراعها ايه اللي عارفين فيلم الليمبي تمانية جيجا ايوة الليمبي تمانية جيجا مش كان حاطت في دماغه ايه اللي هو صاحب شركة تسلا اللي هي علم له اصلا الراجل ده في التكنولوجيا ما شاء الله عليه طاير قالك دلوقتي احنا هنحط كان عاملين مؤتمر من سنتين كانوا بيحكوا فيها الموضوع ده ان احنا هنحط شريحة في دماغ الانسان الشريحة دي هتقدر تحدد كده من الاخر الاحتياجات بتاعته هتقدر تقول الراجل ده هيتعب قريب الراجل ده في مرض معين هتبدأ تزبط الهرمونات بتاع الجسمه هتزبط الانزايمز بتاع الجسمه تمتخيل يعني ايه كل ده يحصل انت حطت حاجة في دماغك بتتحكم فيك من كتر ما الموضوع مرعب العلماء في العالم كله كانوا رفضين الفكرة وقالوا من يعني من خلال تحقيق الحق او العدالة ان اول حد هنجرب عليه الموضوع ده هو انت يقالوا يعني انت لو عايز تحط في الناس فيه في دماغهم تشيب يبقى انت اول واحد تحط اللي تشيب دي في دماغك وعيشت والدنيا كانت تمام وكله زي الفل يبقى احنا كده هنجرب كلنا بعدك وبكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض اول بارت عندنا في الفيديوز اللي هو بارت وان اللي احنا بنتكلم فيه على الكامستري اند ميجورمينت او علاقة الكامستري باغلبية الساينس التانية اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا ولا عندكو اي اسئلة تقدروا تتواصلوا معايا بسهولة جدا اشتركوا في القناة